ونحن الليلة حنتحدث عن موضوع عجيب ذا كلام ممتاز تغريبا زي السلام عليكم ونحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا مرحباكم في مجموعة البحثين السودانيين اخوانا نرحم على الشهداء والناس الموتى في كوارث الفيضانات وإن شاء الله أزال الله السلامة لأهننا في السودان جميعا اليوم بنواصف الحلقة 13 من سايكولوجيت الزول السوداني مع الزول السوداني الجميل أستاذ محمد جمال الدين الباحث والمختص في علم الاجتماع الحلقة 13 الليلة بعنوان حقوق الإنسان في المخيال الشعبي في السودان والنزعات العلمانية الطبيعية المتوارثة عند بنيات السودان الشعوبية والطائفية أستاذ محمد جمال الدين ساعة الخير مرحب بك أهلا 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 يا أخي بك والله وسعادة مجددا بك وبالشباب الحضور من منبر الباحثين السودانيين وبالجميع ونحن في الحلقة 13 من سايكولوجية الزول السوداني كل مرة عندنا عنوان فوق مختلف يعني ولكن نحن دائما مع سايكولوجية الزول السوداني اللي هو بيصنع الحرب وبيصنع السلام وبيصنع السودان طبعا وبيشارك يعني في وبيشارك مع الدنيا مع الأغليم والعالم ديل نحن فالليلة هنتحدث عن موضوع شايك جدا جدا كالعادة لسبب بسيط جدا لأنه أصلا البحث والإطروحة بتاع السايكولوجية الزول السوداني دي هي مسألة اختراع مني أصلا ما في حاجة زي دي موجودة قبل دا وده مش معنات دي حاجة عظيمة وحاجة إنه بيتب لا دي يعني أنا آلية آليت على نفسي لأنه ما لجيت غير كده أستخدمها لتحليل شنو وتفسير سلوك الفرد السوداني الأبرت يعني متوسط الفرد في السودان والسودان منوع جدا لكن اكتشفنا بأنه هناك يعني متوسط لسلوك الفرد وداخل دا بنحاول طبعا نحلل ونفسر التركيبة الاجتماعية كلها لبنيات شعوب السودان واتكلمنا في الموضوع ده طبعا في الحلقات الماضية الليلة عندنا محورين مهمين جدا المحور الأول هو حقوق الإنسان في المخيال الشعبي يعني حقوق الإنسان الشعبية حقوق الإنسان دي أصلا المصطلح دا يديد يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دا عمل سنة 1948 كما نعلم بعد الحرب العالمية الثالثة مباشرة بثلاثة سنوات بس يعني قبلها ما في حقوق إنسان ما في حقوق إنسان مغراها أي أمة أو جماعة ككتلة ولا توجد على وجه الإطلاق في التاريخ حاجة اسمها حقوق الإنسان بمعنى شنو؟ بمعنى إن الإنسان متساوي في الواجبات والحقوق هو كوكب الأرض والمرأة والرجل متساويان وإن الإنسان الأمريكي والأوروبي والهندي والسوداني والتشادي واليمني والسوري والسعودي والصيني والإسرائيلي وكلنا بشر وجميع الشعوب وكل من مشى على غدمين يعني مشى من الإنسان يعني من نوع الإنسان ده بشر ده إنسان عنده حقوق متساوية مع البشر التانين ده لم يحدث ولا مرة واحدة في تاريخ البشرية تصور طبعاً سنقول لكم كيف طبعاً يعني الإنسان الإنسان في اللغة معناتها البشر وكلمة إنسان معروفة في اليوم ومعروفة في المصطلح ومعروفة طبعاً في الأديان ووردت في القرآن الكريم مرات عديدة يدنا الإنسان الإنسان بمعنى البشر البشر مطلقاً لكن لما نجي نقول حقوق الإنسان ومنها نخترع الكلمة إنسانية دي الكلمة اللي بتعنينا إنسانية كلمة إنسانية دي لا توجد في تاريخ البشرية أبداً لسبب بسيط جداً لأنه دي مقدمة عشان نجي بعد ذاك لمحورنا الأول اللي هو حقوق الإنسان في المخيال الشعبي وبعد ذاك عندنا كمان محور معقد ومهم جداً اللي هو مسألة النزعات العلمانية ما أسميناه بالنزعات العلمانية عند شعوب السودان ونعني بذلك غبائل وعشائر السودان يعني في نزعات علمانية أيوة هنكتشف بأنه في الحقيقة بنيات شعوب السودان في الأساس علمانية هنجي نعرف الكلام ده طبعاً الغريب واللي بيبدو عن الناس عجيب جداً العلمانية الآن في معناها للصلاح الحديث مشتبكة جداً يعني ومعقدة جداً وفي صراعات حولها من السياسي ومن محاولة السيطرة على الثروة والسلطة بتاعت البلاد سواء كانت السودان أو البلاد الأفريقية والعربية الأخرى وبالذات ذات المذاهب يعني الدينية عندها مشاكل مع الكلمة دي وعندها علاقة بالصراع مباشرة لكن في الماضي شعوب السودان كله كله ما عندها ما عندها الصراع ولا عندها تأنفور من الكلمة دي بل تمارسة في الواقع هنكتشف بعد شوية إنه كيف بنية القبيلة بنية القبيلة شنو في انسجام وفي شنو انفصال عن بنية الطائفة أو بنية الطريقة أو المذهب الديني والطائفة هنا طبعا مؤكد الناس يعني بتلبسهم السياسي مع ليش أقول كده في اللحظة دي بيعني الطوافة السياسية فقط ونحن لا نعني ذلك الطوافة السياسية المعروفة اللي هي طائفة الأنصار وطائفة الخاتمية وطائفة الهندوية والطواف طبعا كثيرة اللي هي الطرق الصوفية كل حلة في أجوبة بالطوافة الحقيقية الطوافة اللي قلنا مشكلة من خيالنا وقلنا الغيب بتاع التصوف ده غيب جديم جدا هو غيب المسيحية أيضا وهو غيب الإله أبادمك وهو غيب الإله آمون شرحنا الحاجة دي بكسافة شديدة جدا وجلنا إنه بنية الروحانية بنية الغيب بالشكل غدري كبير جدا من مخيالنا وشرحنا الموضوع ده في المرات الفاتت في الحلغات الفاتت عدة مرات لكن اللي أهميته حاولت أشر له من جديد عشان الناس ما يلتبس عليهم اللبس بتاع إنه نحن بالطايفة بنعني فقط يعني الكيانات اللي وراها أحزاب سياسية مثل حزب الأمة والاتحاية الديمقراطي الذي نحترم وطائفة الهندية لكن هناك طوائف وشعوب السودان طوائف السودان زي ما قلنا في كل غرية ومدينة هناك طوائف عديدة جدا نحن ما نسرف في الحتة دي نمشي لمحور المحور الأول لأننا قلت عندنا محورين نمشي نواصل في المحور الأول في مسألة حقوق الإنسان في المخيال الشعبي السوداني هل عندنا حقوق الإنسان في السودان قبل الإعلان العالم اللي حقوق الإنسان 1948 وحتى هس أصيلة وشعبية حقتنا نحن برانا يعني لأنه نحن لغاية تسأل إعلان العالم اللي حقوق الإنسان في الحقيقة ما شارك فيه الشرق كله مش السودان ده كان جاء بعد الحرب العالمية التانية واللي عالمنا ما شارك فيه إنما كان ملحق فقط وبالتالي هذا الإعلان العالم اللي حقوق الإنسان كان بيختص في المغامة الأول مع بعض وعملوا هذه الرؤية وفق التطور الطبيعي لشعوبهم ولكن طبعا كله بيشملنا زي ما شملتنا التكنولوجيا والعلم الحديث أيضا أن نحن بتشملنا حقوق الإنسان لأننا في الوقت الحاضر متأخسرين تكنولوجيا عن رقب الحضارة فماذا هنا إذن هل عندنا نحن حقوق الإنسان في التاريخ وفي الحاضر شعبية وحقيقية والإجابة أيها نعم بس مختلفة لأن حقوق الإنسان في أوروبا قائمة على حاجة مهمة جدا جدا قامت في إطار دولة المواطنة وجغرافيا دولة المواطنة أن الإنسان يعني هذا تطور طبيعي حقوق الإنسان بمعناها الحديث أن كل الناس متساويين في الواجبات والحقوق داخل الوطن الواحد وفي إطار العالم في الكرة الأرضية دي أيا كانت بل مش كده بس يعني مش حقوق الإنسان فقط بل هناك كمان تطورات حدست بعد ذلك أن هناك حقوق الحيوان وهناك حقوق الطبيعة البيئة دي أيضا يعني الحقوق أصبحت ثلاثة كمان مش حقوق الإنسان فقط لا حقوق الإنسان رغم واحد وبعدها طوال حقوق الحيوان وبعد ذلك حقوق الطبيعة نفسها وكله طبعا من أجل الإنسان والإنسانية في المغام الأول ففي السودان طيب نجي لما نجي للسودان القصة بتكون معقد جدا جدا لأنه نحن الحقوق الإنسان عندنا هي وعي شعبي ما مكتوب على الورق ومسألة حقوق الإنسان الدكلاريشن العالمي الحصد سنة 1948 1948 ده ده نحن لغاية السمادق عندنا وعي شعبي لكن عندنا حقوق شعبية مختلفة جدا كنا بنمارسة في التاريخ وما نازال نمارسة في الحاضر بقدر أو آخر مع أنه مع المدنية اللي تحدثنا عنها دايما دخلت يعني دخل النداء بحقوق الإنسان بمعنى الحديث لكن في الحقيقة في الماضي ماذا يحدث وما زال الماضي يعيش بين زهرانينا كان في حقوق الإنسان لكن مختلفة جدا الحقوق ما لي كل الناس ما لي كل الناس كيف عندنا كان حق جير إنه الجيران عندهم حقوق غير مكتوبة لكن عندها بتعرف يعني بالممارسة وهي عرف ومثل وغيم وعندنا حق العشيرة الناس من العشيرة الواحدة عندهم داخل العشيرة الواحدة عندهم حقوق متساوية وعندنا حتى كمان ناس يقول لك حق الملح يعني شنو حق الملح والملاح يعني شنو يقول لك زول ما بخون الملح والملاح ده جزء من الحقوق إنه زول بتاكل معاه بتعيش معاه ابقى معنات عنده عندك معاه حقوق حقوق مشتركة وبعد ذلك لأنه برضو نحن ما قدرنا نعمل دولة مواطنة حتى الآن متعسرة وهناك دائما أبناء وبنات شعبنا يحاولون لكن لغاية هالساعة نحن ما عملنا دولة مواطنة بالتالي ما الناس عندها وعي لغاية الساعة بشعوبياتها بقبائل وعشائر وبطوائفها الكثير اللي قلنا بطوائفها المذهبية اللي عندها تاريخ عامض جدا نقول نمشكل مخيالنا في المغامة الأول في الريف وفي المدينة لذلك الحقوق لغاية الساعة نحن بمارسة ولا أمسنها قايمة على الوعي القديم ما قايمة على أنه ده بشر وعنده حقوق واجبات ويفغ الإعلان العالم من حقوق الإنسان لا قايمة على الغيم بتاعت مجتمعنا الأصيلة بالتالي شنو بتكون قايمة على نفس الغيمة القديمة إنه ده بالتجيران بالتجيران الناس ما بتهبش ما دحق مثلا كان في الماضي المدنية الحديثة لما دخلت لأنه قلنا من جزء من غيمة المدنية هو اللي sanction الآنية والإستغلالية دي من مسالبة غيمة المدنية لكن طبعا عندها محاسن والغيم دي كلها غيمة الشعوبية وغيمة طائفية عندها محاسن عظيمة بنفسها القدر ونبيلة ولكن برضو عندها مساوية ده كل عنده علاقة بحقوق الإنسان بأنه غيمة المدنية عنده علاقة بالأنانية والإستغلالية لأنه غيمة الأنى بالتالث يقول لك الجرحى الحاصل يقول لك إنه الناس تغيرت تتغيرت ده من المدنية الغير مكتملة يعني المدنية اللي غادة السعر حولت المجتمع إلى مسق في لحظة التاريخية لكنه ماشي ليه جدام لأنه بعد ذلك المجتمع عايش في الماضي بغيامه ديك وفي نفس اللحظة لكن بتدخل غيام جديدة بيحصل لها داونلود في الصوفوير بتاع المخيال بتاع تزول فالبيحصل أنه بعد ذلك بيحصل انترابشا كبير جدا لأنه المجتمع ما مجهز ليه ده هو مجهز للغيام ديك بتاع تنه الولد بالتجيران دي وحريص عليها ده ما حق من الحقوق وبتاع انه العشيرة عندها حق لما تكون من عشيرتنا ومن حتتنا واتبلدنا واتقبيلتنا عندك نفس الحقوق والبيت عندها نفس الحقوق والواجبات في الإطار ده لكن لا ايه كنا تاني ما ننسى انه نحن في الحقيقة ما عملنا دولة وطنية مش في السودان دولة المواطنة اصلا في الشرق كله لم تحدث حتى هذه اللحظة دولة مواطنة نحن نعيش في دولة الهوية مع لمسات بسيطة طبعا ليه انه الدولة بتحكم تنظيميا بالإطار الحديث لكن في الحقيقة الدولة نفسها لغاية تسعى ما بيقى بالكامل دولة مواطنة لذلك لغاية تسعى الناس محتاجين للمفاهيم والغيم والمسل القديمة والتي مهمة وما بالضروحة تنتهي قريبا يعني لانه فيها جوانب جوانب يعني مهمة جدا للمجتمع وحتظل إلى وقت طويل موجودة وحتظل إلى وقت طويل تشكل خواطرنا وقلنا انه الشعوبية يعني البنعنبيا القبائل والعشار دي وطبعا نحن بنقول انه دائما كلمة قبيلة وعشيرة دي كلمة سلبية في الحقيقة دي شعوب السودان لانه قبل دخول الأتراك السودان كان في حاجة مهمة جدا كانت شعوب السودان دي دول نذكركم تاني ما تنسوا لذلك داخل الدول للإنسان عنده حقوق محددة ما في مملكة الفونج وجواف فدرالية مكونة من مملكة الشاقية ومملكة الجعلين ومملكة الضناغل ومملكة البدويت البية بعشائرهم وقبائلهم المختلفة طبعا وبعد ذاك في سلطنة الشلك وفي سلطنة المسبعات وفي سلطنة الفور دي كلها كانت السلطنات السلطنات دي مؤكد انه هناك جواف حقوق لناس أكتر من الناس التانين مؤكد دي ما بيقى السلطنة ساكت عندها جيش وعندها علم وعندها طبول وعندها نشيط الوطن وعندها إرسة وعندها رموزة كلها كل الممالك دي مملكة الجعلين المكنيمير مملكة دي قلنا السلطنات ذا سيم هي يعني هكذا دي بمجرد أمس لأنه دي كانت شعوب يعني ولم تكن قبائل لكن بعد ما جاء الاحتلال الغزو الفتح سمه كما تشاه من موضعك من الرؤية التركي الباشوي سمه الإنجليزي بعد ذاك تم توحيد السودان وبالتالي دي قو عطوبرت قبائل لقيا ما قبائل ما كانت قبائل دي كانت شعوب شعوب بالكامل يعني شعوب بالكامل عندها غيامة وعندها إرسة وعندها تاريخة المختلف في النوع وفي المقدار من الشعوب الحولها بالتالي عندها برضو شنو دي حتة مهمة جدا جدا نزرطة لحقوق الأفراد دا الجواه بالزبط يعني الناس العايشين في الإطار وما زالت وما زالت هذه الغيم الغيم بتاعة شعوب السودان تتحكم في سلوكنا بعد المقدمة دي أنا حاضر بليكن مثال مهم جدا جدا لازم تركزوا فيه مثال شنو أمس العملية بدعي أن أمس العملية وحتبدو في البداية يعني بسيطة لكن ركزوا معاي ركزوا معاي فيها شوية هنكتشف إنه حقيقة دواها من خلاله القصة المعقدة بتاعة حقوق الإنسان الشعبية وفي المخيال الشعبي ده هنكتشفوا من خلاله ده كلها مقدمة ما لم نحن نجي لمسألة حقوق الإنسان في المخيال الشعبي هي بالزبط جنوب هحكي لكم قصتين ثلاثة قصص وحنحللهم وقصص أنا شهدتها يعني ليه أنا شهدتها من الناس الكبار حكي لكم قصة حكا لي أبوي وأبوي كان رجل كبير جدا يعني لما حكا لي كان في التسعين من العمر وإبقى بيحكي عن الماضي الصحيق وأبوي زي أبواتهم كلكم يعني نستطيع أن تتخذوا مثال للمرحلة التاريخية قال لي مرة جو جزول غريب ما غريب من بعيد لكن غريب من الحلة غريب من المكان سكن عمل بيت زمان الأرض أصلا الواسعة وما في حاجة بتشتري أرض إنما الأرض تبتجي بتعمل بيتك راكوبة أو بتبني لك بيت بتاع جالوس صغير وما في حوجاته أصلا في الماضي ذلك الماضي اللي زهوره عليه عنه قال لي نحن قمنا عليه بعكاكيزنا هما كانوا هو قام بنا منهم مسافة بتاعة 400-500 متر ما شعلهم بعكاكيزه لما كان بيحكي لي في القصة دي أنا في الحقيقة كنت فاهم بأنهم مشيني ضاربوه وشكله معاه أو تردوه في الحقيقة حصلت مفاجأة غريبة جدا من نسبة لي لما اكتملت القصة ما شو عشان يقول لك كيف أنت تسكن 300 متر مننا ونحن هنا لازم التتجي معانا تجاورنا الحيطة بالحيطة القصة دي المغزى فيها كبير جدا لأنه بعدين حنكتشف إنه هي ماكي ده بس يعني هم بمرضوا ما مشوا له بس عشان الحب والجمال ده بس ده حب وجمال لكن ماكي ده بس في حاجة خطيرة جدا أشرح عليكم خطيرة عنده علاقة بالحقوق وعنده علاقة بالأمن وعنده علاقة بالمعاش بتاع الناس وعنده علاقة بالإنتيجريشن والديسينتيجريشن إنه دول بيرفض كيف من الجماعة بيرفض من الجماعة أو بنتمي للجماعة كيف الحقوق بتاعته بتطراءة كيف القصة الثانية برضو مع حبوبتي وبرضو امرأة قديمة أنا حكيت عنها للناس المتابعيني في في أكتر من منبر رواياته في الماضي وهي امرأة صربولوجية بالضبط بتشبه أبوي لأنه المرة دي في اللحظة دي حنتحدث عن حق الجندر بس ذكر إنه حكيت الرواية دي والرواية دي طبعا هي دي بتشبه الروايات الممارسة في اليوم لكن لأنه موضوع صعب أنا محتاج إنه أديكم أمثلة المسوع لما كنا صغار كنا بنلعب لعبة بنرفع رقلينا في الحيطة بنات أولاد يعني أعمار أربع خمسة سنوات كده ما عندنا وعي بأي شيء ما عندنا وعي بين دبيت ولا ولد لكن كانت حببتي قاعدة فكانت البنات والمرضي واحدة ممن أدخالتي الصغارة اللي كانوا في عمري كانت رافعة رقليها معاي في الحيطة فهي جات قرصتها في وريكة قرصة شديدة جدا لحد ما سرخت وزحتها من السرين من الموقع داك لكن أنا ما اشتغلت بي أنا كنت رافع رقلي وبعي اللي كطفل إنه هتجي نعمل نفس العملية وأنا كان في خاطري إنه حببتي تقرصني وليش ذاته يعني مرات بتحاول تزحاني كده زولة لطيفة جدا لكن كانت دائما لطيفة أنا بتصور كانت معاي لكن كانت عنيفة جدا مع البيت دي ليه؟ لأنه هنكتشف بعدين البيت ما عندها نفس الحقوق ولكن عندها حقوق تانية أنا هاجي حلل القصة بعد شوية همشي لكم للقصة التالتة والعندها علاقة بالعجز والضحر برضو قصة حاصلة معاينا وعندها شهود أنا القصة دي كلما أتذكر كنت في الماضي ببكي حقيقة كانت قصة مؤلمة جدا كان في رجل أنا ساكن في منطقة جبلوليا بالقرب من ديم البساطاب في الشمال من ديم البساطاب وأحيانا بنحوم كشفع يعني أعمار يعني تسعة واثناشر سنة حاجة زي كده فكان مرة من المرات لقينا رجل أذكر اسمه هارون رجل أظنه من ديم البساطاب لا أدري أو من المنطقة الحوله يعني ما من منطقتنا وكان رجل لطيف جدا جدا ودايما يعني أظنه متشري فما عنده مكان محدد فكان بنوم في الظل بتاع الشجر وكده ونحن جينا بالغابة من تحت حتتنا فيها غابات ومستنقعات وكده فالجينا هنا يمكننا ثلاثة هنا أذكر أبن يعني يعني عمومتي وخؤولتي كان معاي عثمان أحمد عبداللطيف في السودان السع وجمال بشير يونس في أمريكا فنحن الرجل دا وكشفع يعني ما عندنا مخيال باحترام الضعيف ولا العجل لما الجيناه في الخالة هو عملنا عملية كانت سيئة منتهى السوق فشينا مسافة بتاعت يعني زي عشرين تلاتين متر منه وضربناه وقينا نضرب في بالحجار كانت مسألة دامية جدا ومؤلمة حقيقة يعني وما غير مبررة كله كله غير مبررة وبتدل حقيقة على سوء يعني غير طبيعي أنا اللي قدام يعني كلما أذكر القصة دي مؤلمة جدا بالنسبة لي دي كلها عنده علاقة بالحجوق حاجة أشرح لكم الثلاثة مواقف دي هي كيف يعني بعدين من خلالها حنتلمس الحجوق في حجوق في حجوق في الحقيقة لكن ما بتشبه الحجوق في الغرب يعني الحجوق بتاعت الغربيين هنا الدكلاريشن العلمي اللي اتعمل له في الحقيقة لأنهم ما كان عندهم نفس الطريقة بتاعتنا وما كان بيمارسوا نفس حياتنا التاريخية لحظتنا التاريخية وما كان عندهم نفس الحجوق كانوا محتاجين أكتر مننا بالمناسبة للدكلاريشن أجي ليك للقصة الأولى بتاعتبوي إنه كيف ماشى للراجل ده هذا الرجل اللي بنى بعيد ده أصلا اللحظة دي معنات شنو انت إما يعني تلفظ ما تكون قاعد معنا أو إتا تكون معنا تماما نحن نتعرف عليك حقيقة أنت منه وإتا تجي تمارس معنا حياتنا الحقيقية عشان بعد ذلك نطمئن لك لأنه ما في تلفونات وما في بوليس وما أنت جاي هناك ياسوس ده شنو ده يعني أنت لازم حصل لك إنتيجريشن مع الجماعة لازم حصل لك إنتيجريشن أزواز دي بروبلم أزواز مفترض فعلا أن يحاربوك أو يطردوك من الحجة دي ومن المحتمل أن يكتلوك كان في الماضي كده برضو فالبيحصل بينه الراجل ده لازم دي ينصاع للمنطق ده يعني جيبته مع الجماعة ده إنتيجريشن يبقى عليك هنا أن تمارس الواجبات لتعطى الحقوق والواجبات دي أنك تمارس حق الجيرة وطبعا حق الجيرة بيعني شنو لا يعتدى وتمارس حق العشيرة ده أكبر لا يعتدى على الآخرين وبعد ذا كمان عشان تاخد حقوقك كلها لازم إنت تكون في سلام مع الجماعة وتمارس شعيرة وتتزوج منه تمارس الحاجات بالظبط غالبا إنهم بيزوجوك اللي لم تكن متزوج أصلا بيزوجوك من الجماعة نفسها يحصل لك إنتيجريشن بالكامل عشان شنو برضو عشان في نهاية تكون عنصر مضاف إلى الجماعة في لحظة السلم والحرب وتساهم معهم اقتصاديا ومعيشيا وتكون إضافة جديدة لكن تقعد لينا بعيد هناك ده أشنو ما بتفهم كان الوقت ده ما في فردانية لأن الناس بتتحرك ككتلة يعني ما زي الغرب هنا الناس بتتحرك الغرب في فردانية والفردانية دي في الغرب نفسه يعني صنعت حديثا يعني تخلغت حديثا أصلا الغرب كان قبل 300 250 سنة كان بعيش لحظات تاريخية مشابهة لنا مع اختلافات مغدارية لكن بالتطور التكنولوجي ورأسي مالي والأحداث يعني البروسيس المنربية الحضارة الغربية فاختلف تطور المجتمعات الغربية عننا فبالتالي هناك ما في فردانية يعني انت ما عليه كيفك انت ما عليه كيفك طبعا ده تروح ليه غاية السق ما عليه كيفك ده بالتالي ما عليه كيفك ليه لأنه الواقع الاجتماعي واللحظة التاريخية والاقتصادية والأمنية العيشة المجتمع ما بتستحمل غير كده ما في هنا ايدانة او تغييل نفس الشي ده لما نجي للقصة بتاعة حببطي مع البتة الصغيرة في الحقيقة البتة الصغيرة الجسم الشائلة ده ما حقا ده جسم العشيرة وجسم الجبيلة وجسم الدولة ذات الشعوبية نفسها لأنه مفترض تحافظ على الجسمة ده تفهم مما يصغير إنه ده ما حاجة ببعزقوا ده حاجة مفترض إنه حتنتج لي قدام فرسان يدابع عن القبيلة وفارسات يجيبوا فرسان برضو بالتالي الجسم ده ما حقا مش تبعزقوا ساكت وترفع رقلين على كيف ده ما كويس ده الوعي اجتماعي شوفوا امرأة بتمارسوا تجاه طفلة امرأة أيضا يعني نفس الجندر لكن في الحاجة ده الوعي الاجتماعي عندها حقوق ده ما من حقا لكن عندها حقوق تانية عندها حقوق تلعب عندها حقوق تلبس ما كان في شجب للبس بالمناسبة حتى يعني اللي قدام لما نجي للعلمانية حضرب لكم أمثلة تانية في الحتة دي لكن نسي بنتحدث عن إنه المرأة لا تملك جسدها لكن عندها حقوق برضو لكن الجسد ده لأنه الجسد ده ما حقها لغاية ده مجتمع التضامن الاجتماعي ما مجتمع الفردانية عشان تسوي في جسدك علي كيفك ما ممكن لأنه اللحظة التاريخية نحن محتاجين للتضامن في لحظة الموت في لحظة العرس في لحظة الخطة في لحظة الحنة في لحظة هجم علينا نمر هجم علينا وحش زول عضا وسعبان زول مرض والدول مستشفى أصلاً ما كان في مستشفيات بالمعنى الحديث لكن دايماً حتى لما جاءت المستشفيات بالمعنى الحديث وحتى هذه اللحظة الناس محتاجين للتضامن مع بعضهم من بعض ده مجتمع التضامن ما مجتمع الفردانية عشان تتمارس حاجاتك علي كيفك حتى الرجل نفسه في حدود لممارسته الفردية مؤكد جداً يعني لازم الناس تمشي الشيء للفاتحة في الماضي وفي الحاضر إذا الزول مات الزول يقول ليك الزول ده الفاتحة ما شاله في أبوي يعني ده معناته خلاص انتهى مني لأنه مجتمع أصلاً متضامن مع بعض لما إنت ما تجي تشيل معايا الفاتحة في أبوي معناته شنو إيه تمام الديني الحقوق المتساوية معلا إيه تبتطهضني لأنه مجتمع أصلاً متضامن مع بعض مجتمع ما فيه دولة حديثة عشان وما فيه تأمينات عشان الزول لما يموت تجي تجي تجفنوا شركة لا لازم يتفنوا الناس ولما يعرس لازم يجوا يساعدوا في يساعدوا معاه ودقوا الصيوان ولما يموت طبعاً معروف في الكشف بتاع الفراش وفيه إنه الغبر بيحفروه طوعاً وبيجوا كمان النساء يبكوا في البيت البكة سابورت معنا وبرضو يعني بروسس ويجيبوا أكل حاجات يعني ده مجتمع التضامن ما مجتمع الفردانية لا ده مجتمع التضامن الاجتماعي الناس بيتقوم وبتقعد مع بعض نحن ولاد بلد نقعد نقوم علي كيفنا ونحن نحن بخرز بنملاه وبنكرم ضيفنا الكرم برضو غيمة مهمة جداً للجماعة وده حق الغريب برضو دي الحقوق برضو حق جزول الغريب وابن السبيل عنده الحق إنه يأكل مجو من غيمة الكرم دي الغيمة الاجتماعية اللي قلنا بتاعت الشعوبية وحكينا عنها المرات الفاتت القصة بتاعت الرجل اللي أنا قلتها المسكين الطيب اللي إحنا أدميناه وإحنا أطفال وغد يكون طبعاً دي بيفعلوها دي ما مش خاصة عملنا نحن إنما إنه في اضطهاد للزول العاجز والضعيف من جماعات كثيرة جداً من الناس ويستحقار ليو لكن المجتمع في جنبة تاني عنده حنية ليو واعتبار ليو هقول ليك إنه برضو القصة أرجع ليك لحبوبتي لما أنا مشيت وأنا كنت دائماً بروي ليها الحكايات البعملة وبأمانة فلما حكيت ليها القصة دي بكت وكان معاي أصدقائي لقلتهم ليك ديل قالت إن إحنا ما عمناكم وتحديداً موجه الكلام لي أنا باعتباره هي الغيمة علي والبتربي فيني إنه نحن ما عمناكم عشان تهينوا الضعيف يعني الضعيف عنده حقوق بس نحن ما كنا فاهمين ورّتني قالت ليه أنا ما توقحت منك كده دا كان كلام باعتباراً الوقت داك بفتكر إنه جدتي العظيمة الراحلة أمن حماد أكبر فيلسوفة في العالم وأعظم يعني زولة خبيرة وأعلم عالمة مع إنه طبعاً ما قرت يعني وأمية يعني أكاديمياً لكنها فعلاً عظيمة في وعيها وأنا أثار بولوجي وللمجتمع وللدنيا وللحياة وفي احترامة لنفسها لكن المهم أنا قعدت أبكي فعلاً لما أنا عدت المشهد دا لقدام مرات عديدة جداً فعلاً لقدام بكيت كم مرة مع نفسي براي إنه دا كان دا كان دا عملية كانت منتهى يعني منتهى السوء منتهى السوء حقيقةً إنسان أصل له مشرد ما عنده بيت ما ألاقي حتة يقعد فيها مشى الخلق مخصور قصراً قصباً عنه لقى شجرة فيها ضل نايم فيها نحن بنجي نفلقه بالحجار ندميه يمشي وينه هو ما قادر يتحرك ذاته أصلاً عشان يدافع عن نفسه شفتك كيف؟ لكن دايماً هناك يعني في الوعي الاجتماع إنه الناس عندهم عجز إنه الأشعار شيالة تقيلة ويقول ليك الأشعار كلها إنه بتتحدث عن إنه الناس الأغوية مفترض بعمل حاجتين ما بهين الضعيف ودي موجودة في كل الإرس السوداني وما بضرب المرأة دا واحدة من الحجوم بتاعت الرجل تجاه المرأة إنه مهما غلطت في تراثنا بالمناسبة في كثير من الشعوب السودان إنك أبداً راجل يضرب المرأة دا ما راجل لأنه أصلاً المرأة ما معروف فيزيكاً لا أضعف منك إتا لما تضربها هتثبت شنو معناتها هتثبت نصنك هتثبت بس إنك إتا ما راجل دي واحدة من المدياها ثغافات شعوب السودان للمرأة إنه الرجل ما يضرب المرأة في معظم الأحوال هو كده طبعاً في حالات شاذة بتحصل يتسعوك إيه لكن المدنية الحديثة والمدنيين بالمناسبة هؤلما بضربوا المرأة ما شعوب السودان وده حقيقة موجودة يعني في الأنثاربولوجيا بتاعت شعوب السودان يعني وممكن تشوف وممكن تشوف أشعار عديدة في لحظة الضعيف والضعيف ده مش بيشمل المرأة بس لا المرأة ما بينظر لها كضعيفة لكن بينظر لها عندها غيمة كبيرة جداً عند شعوب السودان لكن الراجل ما مفترض يضربه والبيضرب مرأة ده ما راجل وبعد ذاك اللي بيحصل الثاني الضعيف الإنسان الضعيف سواء كان طفل أو كان عجوز أو كان يعني شنو إنفالدة سوري إنفالدة دي بالهولندي إنه يعني عنده شنو بقوله أصحاب الاحتياجات الخاصة بقوله كده بالضبط كده إنه ده إذا أهنته أو ضربته أو اعتديت عليه برضك إتما زول قويس ده واحدة من برضو واحدة من الحقوق اللي بتديها المجتمعات مجتمعات شنو مجتمعات التضامن الاجتماعي مجتمعاتنا الشعوبية للفئات دي ودي محاولة يعني ملمح مني لأنه أنا أقول بأنه في الحقيقة نحن عندنا قدر من الحقوق الحقوق البتمارسة يعني شعوب السودان في إطارة لكنها غير شاملة حقوق جزئية لكنها هي في الحقيقة برضو حقوق ما حقوق علمية بالمعنى بتاع إنه كل الناس متساويين في الواجبات والحقوق لا وعندنا حقوق أفضل من كده أنا ده باختصار شديد جدا في في الحقيقة حقوق أفضل من كده لكن كلها طبعا حقوق يعني جزئية وبتمارس في إطار العشيرة والجيرة وفي إطار القبيلة المحددة أو الشعب المحدد من شعوب السودان بعدين لازم نفهم معلومة مهمة جدا جدا أنا قلتها في البداية إنه في الحقيقة في حاجة مهمة في حقوق في الحقيقة في الثغافات بتاعتنا لكن في حق واحد ما في كل كله اللي هو حق التعبير حق التعبير ده ما فيه بل مش في ثغافتنا بس حق التعبير ما فيه في كل الثغافات الأخرى نهائي في التاريخ ما في حاجة يسمى حق التعبير إن كنت تتحدث عن نفسك تقول الصح والغلط من تلقاء نفسك ده لم يحدث في التاريخ ولا مرة واحدة غير إنه عملته الحضارة الغربية دي الحضارة الغربية دي عملت يعني شنوه عملت كوارث كثيرة وأساءت يعني واتهضت واستعمرت شعوب كثيرة واستغلت شعوب كثيرة جدا نعلم ذلك ونعرف ونعرف تجارة الغرب ونعرف يعني ما حدث معلوم بالضرورة لكن بعد فيه لكن كبير جدا إنه في الحقيقة العالم لحقوق الإنسان والبروزس الأدى إلى حقوق الإنسان ده لم يحدث في تاريخ البشرية ولا مرة واحدة إنه الناس كانوا في لحظة محددة كلهم متساويين كبشر لم يحدث ولا مرة واحدة في التاريخ لا في الشرق ولا في الغرب نفسه قبل الدكلاريشن بتاع حقوق الإنسان وكمان حق الليجوء إنك تتلجأ من بلد لبلد تاني وتجي في البلد وتاخد حقوقك وبعد ثلاث أربعة سنة تاخد جنسية هذا لم يحدث في تاريخ البشرية أرجع لحرية التعبير بالحقيقة أصلا في الماضي معلوم جدا إنه البشرية موزعة توزيحات جدا إلى رقيق يعني عبيد وأحرار والعبيد موزعين إلى عبيد خلو عبيد منازل والأحرار مقسمين إلى أشراف وأحرار عاديين كل البشرية كده على وجه الإطلاق وعلى مر تاريخه المعلوم لكن وفي الغرب وفي الشرق ما عدا في خلال 250 سنة 200 سنة والإنيشاتي فجاد برضو من الغرب لمنع تجارة الرق كان كل الشرق معترض عليها بالإجماع كل أمم الأرض كانت مجتمع عليها كانت معترضة على تحرير الرق ومعترضة على منع تجارة الرق ونحن أيضا في السودان كانت غياداتنا وزعاماتنا الوطنية كلها والغبلية والطائفية معترضة على تجارة معترضة على منع استخدام الرقيق لحد العام 1924 في جواب شعير جدا أصدروا جماعات وهنا لانه دين لأنهم قالوا يعني شنو إنه هنا ما في تغييم دائما نحن ما بنقول الصح شنو والغلط شنو ده سردي بنادعي إنه موضوعي وبنأمل إنه يكون يعني فيه الروح العلمية في العام 1924 حوالي العام 1924 صدر إعلان بيان بيقول للإنجليز بإنه نحن نمتنع أن تحرروا الرقيق لأنه إذا حررتوا الرقيق اللي بيحصل شنو بإنهم هما ما حيرهم شي وين وحيفسدوا في المجتمع وحيعملوا حيشتغلوا في المخدرات والحاجات والكدى والدعارة والكدى وبعد ذاك تاني قالوا بإنه في بيوت كثيرة ومصانع حتصغط ومزارح الاقتصاد حيصغط لأنه حنجيب عمالة من وين؟ لكانت الحجة وفي الحقيقة إنه الإنجليز وذاته الأوروبيين قبل ذا حرروا التجارة الرقيق لسبب أساسي جداً بالإضافة إلى الأسباب الأخلاقية واللي هي رغم اثنين في تصوري السبب الأول بإنه في الحقيقة لما الحضارة الغربية الليبرارية الغربية وصلت شأوا بعيداً في التكنولوجيا وفي تطور بنيات الدولة بيقولوا إنهما ما محتاجين لكتل في الماضي كان في النبيل بيكون عنده سبعة خمسة ألاف من الرقيق هو المشغل ويدفعه بس ضرائب للدولة لا على المرة دي الدولة تطورت وهي زادة محتاجة لضرائب مباشرة إنه الفرد يدفعه زادة بدل إنه النبيل يقعد يدفع لنا ثلاثة مليون في السنة وعنده سبعة ثمانية ألاف راس لا يقوموا سبعة ثمانية ألاف راس يتحرروا يمشي يشتغلوا بطريقتهم وأي زول يدفع ضرائب للدولة بتهدفع تلتمية مليون دولار مثلاً يبقى لأفضل عشرين أربعين مرة هذا ما أدى إلى تسريع تحرير الرق ومنع بعد ذلك تجارة الرقيق كمان برضو لأسباب أخلاقية وأسباب علمية بعد أن تم اكتشاف بأن في الحقيقة جين الإنسان واحد وأن البشر متساويين هناك دائماً في الغرب كان بايونيرس ضحوا وعرضوا نفسهم للصياءات والنار عشان يقولوا بحقوق الإنسان ودائماً لسبب بسيط جداً في الحقيقة هم لأنه عندهم علم من الحضارة ما بتستمر إن لم تمتسل قدر إن لم تمتسل كل شنو التسامح داخل وتمتسل قدر من احترام الآخرين ما بتنهار من الداخل لذلك ما هو الحقوق الإنسان لما عملوا عشانهم هم في المقام الأول ثم بعد يعني شنو بعد زمن من التاريخ شملت الآخر كان في الأساس عشان الغرب نفسه وهنا أيضاً قلنا ما بين غيم ولكن أنا برجع لحرية التعبير يعني حقوق الإنسان كل حاجة كويسة والدكلاريشن حاجة كويسة وهو تقريباً عن ناس كتيرين جداً هو دين البشرية المتكامل في اللحظة الحاضرة لأنه تقول بكل الناس متساعدين في الحقوق والواجبات وإنكلودين المرأة والأطفال وكمان حقوق الحيوان وحقوق الطبيعة هذا لم يحدث قبل دا ولكن الحاجة الخطيرة اللي قدت فرية التعبير بسنام حقوق الإنسان لم تحدث في التاريخ مرة واحدة كان في التاريخ أصلاً الناس اللي قدتهم قبل ديك كلهم التفصيلات ما بتتكلم الاجتماعية فيه ثلاثة ناس بس بيتكلموا الإله والمرسل من الإله والنبيل المكلف من المرسل كان في التاريخ السحيق كده وبعد ذاك لما بقت التشكيلات الاجتماعية واضحة إنه اللي بتكلم الملك ومن يأمره الملك لكن ما أحد يتكلم نهاية النبيل اللي هو بيكلفهم بأنه بيدهم مسج محددة لكن البشر العاديين لا يتحدثوا ما من حقك تنطق إن تمنوك ما بتنطق لأنك إذا أنا تختح ستعمل حاجة خطيرة ستقول الحق شنو والباطل شنو المرض ستعمل ثورة ستهدم النظام الاجتماعي الإغطاء أو النظام الاجتماعي إن كان بالتالي تما من حقك تتكلم من حقك تنطق بيكتلوك داخلوك السيين ببلعوك السيم زي ما عملوا لفلاسفة أو إفلاطون وأرستو وعملوا لمن؟ للسهرورد المقتول وعملوا للحلاج وعملوا كثير ابن عربي أمثلة في التاريخ كثيرة وعين شعوب أخرى وجاليل وحرقوه بالنار لأنه نطق قال الحقيقة وإلى آخر الأمثلة يعني لا حسرة لها أنا بقول لك وعندنا في السودان وفي الشرق حتى قبل السورة عندنا الجرائد في السودان بصادرة جهاز الأمن من المطبع لأنه ده التعبير الناس دي بتقول فيه كلام صح وغلط ده ممنوع حتى كل الأوقات في الشرق وفي العالم كله في مشكلة بتاع التعبير التعبير ده ما فيه أنا كبيرت حدست عن الحقوق الشعبية اللي نحن بنتمتع به على المستوى الشعبي والتلقائي والعفوي والطبيعي يعني مش العلمي في حقوق للمرأة وفي حقوق للرجل وفي حقوق للطفل وفي حقوق للضعيف لكنها في الأطر اللي أنا قلتها دي لكن ما في الإطار العلمي المكتوب والواضح والمتفق عليه وأنه كل الناس بشر لا ده ما يتعامل إلا في الدكلاريشن بتاع حقوق الإنسان اللي هو جبعد معاناة رهيبة وخطيرة جدا بعد حرب الدولة المواطنة أصلاً هي جابته الدولة المواطنة تولدت بشكل الغاي تولدت بشكل الغاي بعد حرب الثلاثين عاماً ألف وتسعمية ألف سوري ألف ستمية وطمانتاشر ألف وستمية تمانية وربعين في حرب في أوروبا يسمى حرب الثلاثين عاماً ده أخطر تحول حصل في أوروبا لأنه تلت سكان ربماً قرضوا في الحرب مش كارون أو طاعون وكده لا تلت التلت ده بمجموع كل السكان لكن نص الرجال انتهوا في أوروبا يعني أي رجلين مات فيهم واحد وأي ثلاثة من مجموعة السكان مات فيهم واحد إن كله دين هنا النساء طبعاً فشفت هذه الحرب عمل التحول كبير جداً في مخيالاً إلى الغرب وهذه الحرب الدامية كانت في الحقيقة منشأة بين الكيانات في أوروبا التي كانت أصلاً منقسمة على أساس مزهدي ديني والهم تحديداً الكاسوليك والبروتستانت والكالبنيين في المقام الأول وهذه الأدت بشكل تلقائي إلى معاهدات أدت غير مفكر فيها إلى الدولة الوطنية فجأة بالمناسبة الدولة الوطنية جعلت حسب ملاحظة من لي إن دولة بينها جماعاً إحنا قصة الدين والعرق دي بتكتلنا كل مرة بتعملينا مشاكل لازم إحنا نحترم نفسنا والمرة دي يا زول زول في الإطار بتاع الدولة بتاعته إن إحنا قسموا ربا قال يا زول في الحتة لما نقسم حتة دي هو الناس يكونوا متساوية فيها لكن طبعاً في تاريخ البشرية أصلاً ما دائماً دولة البشرية كانت دولة هوية يعني هي دولة العرق الواحد ودولة الدين الواحد ودولة الأسرة الواحدة المالكة بقية الناس ما عندهم حقوق كثيرة حق التعبير تحديد الناس ما في نهاي كل وكل لم يحدث لم يحدث في تاريخ البشرية إلا في التحولات القنة الغربية الجاد بعد نشوء الدولة الوطنية في أوروبا الحصل سنة 1850 حتى حرب الثلاثين عاماً ما أدت مباشرة إلى الدولة الوطنية التوق تايم يعني اكتمل نشوء دولة المواطنة في حدود قول 1820-1830 في الحدود دين عشان بعد اكتمال الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية وحتى بعد ذلك لما تجي بعد اتحاد فرنسا وتقوم الحرب العالمية الأولى وتقوم الحرب العالمية الثانية عشان يجي الدكلاريشن بتاع حقوق الإنسان عام 1948 اللي أدوا فيه حرية التعبير للجميع لأول مرة في تاريخ البشرية وعلى وجه الإطلاق شفت كيف أنا ركزت في الحتة دي لأهميتها ولخصوصيتها لأنه بتخص أن إحنا كلنا في الشرب على مستوى الدولة ومستوى المجتمع ومستوى الجندر بأنه لغاية تسحنا الأطفال ما عندهم حق التعبير ومرات كثيرة جدا المرأة ما عندها حق التعبير حتى هذه اللحظة لما يجوا الرجال مبترض يتمشي حتة تانية وده طبعا بيقلل من تجربتها وهي بالتالي بتكون بتوسوس عشان كده بقول لك النسوان بقطعوا كثير وبتكلموا كثير ليه؟ لأنهم مغموعين والزول المغموع بيحصل له وسواس جواه بيتحدث أكثر جواه فبالتالي هم بيتكلموا عندهم كلام كثير ده يقولوه يقولوا في الجابنات والحتات البسغوا فيها وبيحاولوا رسلوا المسج بتاعتهم بطرق أخرى غير لأنه كنص الغنوات العادية ما متحالهم دي واحدة من الحاجات الخطيرة جدا والوسواس طبعا عندنا لأنه نحن كل متمعنا فيه قهر بالتالي الوسواس الحضارة عندنا كلنا لذلك نحن ما قاعدين نعبر عن نفسنا بشكل كويس كلنا الرجال ونساء عندنا لأنه نحن مغموعين من السلطات العليا والسلطات الدنيا دائما يعني هذا ما يحدث دي لحظاتنا التاريخية طبعا واسه أنا حاولت حللت قصة أبوي والزول الجار السكن بعيد ويابوه واريت دا كيف حصل؟ بروسس دا حصل ليه؟ وحكيت قصة حبوبتي مع البتة الصغيرة الجرسطة في وريكة دا حصل ليه؟ وخلفيات وشنو؟ وحكيت قصة هارون الدامية ودا حصل ليه؟ هنا في الغربي مثلا على سبيل المثال لأنه دا متمع فرداني يعني مثلا قصة أبوي دي ونمشي منها بعد ذاك نحن ما عليش أنا طولتها هنمشي للعلمانية علمانية شنو؟ علمانية لكن قبلها طبعا حاديكم لمحة صغيرة جدا عن يعني زي مغارنة بين ما يحدث الشرق والغرب بين القصة القصة القبيلة اللي حكيتها عن الجار الجابول جابول لسق الحيطة كان بعيد خمسين سبعمائة ميتر خمسمائة ميتر اللعب قالوا لجابو وحكينا why this happened وحقوم بعد ذاك حامشي بعد ما أعمل مور الابوريشن عن ديس حامشي تاني لعلمانية الشعوبية المجتمع السوداني المجتمع السوداني فيه الدعاء بأنه بنياته علمانية بنية المجتمع السوداني علمانية شفتا كيف؟ حاجة يشرحها قصة صعبة قصة معقدة لكن ربنا يوفق نشرحها لكم قبلها هنمشي للقصة في الحقيقة هنا ماذا يحدث؟ يعني في الحقيقة ده مجتمع الفردانية ما مجتمع التضامن الاجتماعي أحكي لكم قصة عجيبة جدا وإن شاء الله تكون برضو ممتعة مناغضة لديه تماما إنه في الحقيقة هنا أي صبي أو صبية لما يبلغ 18 سنة عنده الحق وفي الغالب بيعملوا كده بيطلع من الأسرة يمشي يقيم عايشه بطريقه يمشي يكون عنده غرفة وعنده بيت وعنده حاجته بطريقه في الحقيقة الناس هناك نحن بيفهموا ده يقول لك تحلل الأسري لا يا أستاذ ده ما تحلل الأسري ده ما غلط ده في الحقيقة ده منهج اجتماعي ولأنه ده مجتمع الفردانية الأسرة بتتفرتك في الأسرة النووية نحن عندنا لا بيحصل لحظتنا التاريخية مختلفة إن الأسرة النووية عندها امتداد ألا هو الأسرة الممتدة الحبوبة والجدو والخال والعم وبعد ذلك الخال والعم عندهم برضو حبوبة عبو كده وجدو كده كمان شنو عشيرة بعد ذلك يعني الناس بتضامن مع بعض لأنهم محتاجين لكده ولاحظتكم التاريخية كده ما في دولة ما في تأمينات ما في تلازم تصفور تعمل السلم وتعمل الحرب وتعمل البزنس في طار العشيرة بتاعتك وتعمل الحركات والأحزاب كلها في طار العشيرة أو القبيلة أو الأيريا بتاعتك ده في الغار دمان الحصل بأنه مرة من المرات جاني السوري من أصول يمنية كذا بقوله طبعا اليومين ده في السودان السوري بعلا من أصول يمنية فقال لي يا أخي هو جديد في البلد له سنة سنتين قال لي يا أخي أنا عندي مشكلة محددة أو سنتي جابه لي طفلتين في خلال الثلاثة سنوات دي وكده جداد والبيت بيقى ضيق علي فقال لي يا أخي أنا الزول الساكن تحت طوالي شاب هولندي صغير في العمر ثمانطار تسعة طار سنة فقال لينا حاولت أشرح ليه وما قدرت أفهمه بأنه يا أخي أنا بعرف أمه وحكى ليه عنه وزارتنا وزولة لطيفة جدا بيتيجي أحيانا يعني كل معيد كل مناسبة تزور ولدها وأحيانا بيمشي لها كل سبعة تمنى شور فقال لي يا أخي أنا قلت لي يا أخي هو بدل يحصل لهم التعب ده أنا أمشي يعني قديم لهم خفايدة خدمة أنا أمشي هناك أبدل في حاجة زي دي عندنا نسمع راولن تبديل أنا أبدل الشقة بتاعة أم الشاب ده بشقتي لأنه شقتها أفضل لكن هي بتكسب شنو بتكون يا مولدة وده فهمه وبيفتكر دي خدمة عظيمة جدا لكن دي كانت كارثة عظيمة لأنه أنا طبعا بالجد ما فكرتها أبدا في شي كتير هنا داني في البيت وشرح ليه الحاجة دي ما شرح ليه قبلي ما أصد ذات وش أنا فكرت شقته ومشانا دقينا الباب للولد جمت أنا شرحت له القصة إحنا دارين يا أستاذ بدلتوا تكونوا مفرقين كأسرة نحنا نجيب ليك أمك هنا وإدتا يعني والرجل دا يمشي هناك طبعا الولد زعل غضب غضب شديد جدا جدا وقال قد فرضوهما معنا اللعنة وقفل الباب فينا يعني ناس دارين يقدموا خدمة وشرحنا الحاجة بلطف شديد جدا وشرحنا لدي خدمة يعني وإدتا بتخدمنا ونحنا بنخدمك ونخدم أمك يا أخي دا كلام كان نحنا طبعا الولد دا بكون بعيلينا من هؤلاء الغوم جاءوا من أي كهف بالتاريخ طبعا دا كلام لقدام يعني سيء سوء وهانة له طبعا في المغامة الأول أول شي نحن متخلفين بعدين إهانة له هو نفسه كيف لأنه في الحقيقة دا خياره هو لأنه أصلا دربوه منه عمره ثلاثة أربعة سنوات يتدخر ويعمل كده وإذا مرد كيف تتصل بالإزعاف في رغم وان وان تو تتصل وكو مجهز لأنه يغيم عايشه بنفسه وجاء الحتة دي لأنه في الحقيقة بكون عنده نار بتاع كورة أو الرياضة بيلعب فيه وعنده مدرسة بيقرا فيها وعنده حياة وليه شكلة وعاملة الزولة اللي ما بيعمل كده معنا دا متخلف نحن يجينا نقول له يا أخي يجيب أمك عشان تساعدك لأنك لا تستطيع أن تغيم عايشك بنفسك وفهم إنه ما بتقدر تعتمد على نفسك وهنا وده فخر إنه الزول يعتمد على نفسه أسرع ما يكون ويقدر يغيم عايشه بنفسه لأنه ده مجتمع الفردانية ما مجتمع الجماعة يعني الغيم جايمة عكسية مننا ده المجتمع إنه بتفرتك بتمشي أي زول بمشي براه ما في جماعة ما في أسرة ما في خالة ما في عام ما في حبوب تشرب معي الشاي حبوبة عيت عندها إزعاف وشركة تامين وكده ماتت في شركة تامين بيجي تفنوها وبتاعتها بس بتمشي المغابر بس ما في تمشي حكا عيت عندها تامين ما في ما بيجوع لأنه الدولة هنا ممنوعة إنه أي زول بالغانون عنده عنده حق إنه في المعاش والسكن أي زول عاطل أو شغال أو عاجز أو كبير أو صغير بالغانون اللي بيحصل فإنه دي كانت إهانة غريبة للولد ما فيهما أبداً نحن قاعدين هو فيهما نقول لي أنت متخلف نحن جايبين ليك أمك لأنه نحن بنحين عليك ولأنه قدت ما بتعرف الدنيا شوفهم كده تصور؟ لكن برضو كمان أمه هناك ما بتجل السبب بسيط لأنه هناك برضو عندها نادية وعندها شغولة وعندها حاجاتها اللي بتحبها وعندها أصدقاء ودي حتة عرية بتحبها اختارتها لأنه فيها جو جميلة وفيها مناظر طبيعية حبتها ما بتجي هنا ما وصل مرج من هناك ثاني نحن بنرجع للتاريخ بنرجع لدفء العشيرة المتصور في خواطرنا نحن دي الفردانية ده عالم الفردانية وما في ثغافة حسن من ثغافة نحن علمتنا الأنسابولوجيا كده ولكن في ممارسات اجتماعية وفي لحظات تاريخية بتعيش المجتمعات ونحن هسا قلنا بأنه بعد ده ما حنمشي ما حنمشي كتير في مسألة حقوق حقوق الإنسان في المخيال الشعبي ومسألة معقدة أتمنى أن أكون يعني وصلت فيها يعني شنو قلت فيها كلام معقول وبمشي من هنا لإذا سمح لي دكتور أنور واعرف الزمن نمشي للعلمانية زمن كويسي تفضلها جدا 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 طيب ثانية واحدة أنا لأنه عندي الدفاي بتاعي في مفترض أنه عمل ليه حاجة كده محددة مفترض أقفلها تمام فضل يعني التحاول سلم ليه على الناس بتاخد خمسطار ثانية ما أكتر من كده ونجي بعد ذلك نحكي عن العلمانية العلمانية أو أنه زعمنا بأنه البنيات المجتمع السوداني الشعوبية في الأساس هي بنيات علمانية والطايفة أيضا بنية الطايفة وبنية القبيلة بنية بسمها شعوب السودان دي بنيات علمانية في الأساس وحنعرف بعد شوية حاجات في ده إذا الناس صبروا معي يعني تقريبا بتكون متششة شوية وحنعرف يعني شنو اليسار الطبيعي واليمين الطبيعي واليسار الاصطناعي واليمين الاصطناعي لحظات كونوا معنا يقول لك صح؟ لحظة طيب في اللحظة دي أنا ممكن أعمل شير للناس للقناة الباحثين السوداني في اليوتيوب اللي هي فيها الحلقات السابقة لأنه في زول سأل في الفيسبوك أنا لحظة للسؤال بداعه ودي أخوانا الحلقات دي بدت تقريبا يعني من قبل رمضان من مدخل عمل اللي يحل شكالات سودان الراهنة من خيال المجتمع من خيال الفرد ودي الحلقة الثانية قضاء الحرب والسلام والإقصاء والإقصاء المضاد والعنصرية يعني في حاجات كثيرة جدا عن العنصرية عن القبلية عن منظومات القيمية القيمية الصراعات بيكون نحن داخلين فيها كونك إنك والله تعمل إنه أنا والله من القبيلة X ولا Y ولا من الشعب X ولا Y يكتب تكون أردي خلاص يعني فيه إتراكات كده موجودة ويتك داخل فيها يتكلم برضو الأستاذ عن موضوع مدني ودي حاجة كنا بنصرق بها في ميدان الاعتصام الشعار دخل في شنو وبعد ذلك هيكل السلطة ويتكلم برضو عن العسكر والعساكر والعسكرية ويتكلم برضو عن الأدلجة بتاعت القبيلة والطايف والنقابات وضرب مثلا كان بتجمع المهنيين السودانيين يتكلم برضو الأستاذ برضو عن الحقيبة السودانية وعندو بحث رائع جدا في حقيبة الفن السودانية وورا كيف إنها كانت replacement يعني محاولة من المستعمر لإنه يعني يدعم نوع بتاع فنون مقابل الفنون بتاع الشعوب السودان اللي هو الدوبيت والحماسة وكل حيات دي يتكلف الحلقة العاشرة عن حركات المسلحة والسلام والحيداشرة عن خطوط السراع الإقليمية ونظرية الهامش والمركز والحلقة الفاتت كانت عن دور السودانيين بالخارج وضرب مثلا بهولندا اللي هو مقيم فيها ساذ محمد مرحب بك حبابك شكرا يا أخي قال ليك الشكره قدامه منبزه شكرا ليك شايف شكرتني من وراي شكرا ليك يا أخي ده طبعا من لطفك وأنا افتكر بي يعني حاجة أنا ما أحب يعني المساهمة بتاعتين اللي أنا بقدر أقدمها لأهلي وناسي بغدر الإمكان إن كانت كويسة فهذا اجتهاد نتمنى يعني إنه يقبلوا مني اجتهاد فاشل وإن كانت كمان طلعت بالصدفة كويسة يقبلوا مني اجتهاد لا أريد منه سواب غير إنه أنا داير لكن حبهم وطالب بالحب استهل والله استهل الحب شكرا ليك يا أخي شكرا 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 فوتحية مجددة طبعا يا أخي تحية مجددة للشباب والشابات في منبر الباحثين السودانين وجميع الناس اللي بشاهدون الآن وأنا بعرف بأنه المواضيع الزي دي ما عندها يعني الناس بيقدر يسبروا عليها كثير أول شيء لأنه نحن بناخد زمن كثير ولأنه ما في طريقة غير كده في الحقيقة مواضيع شائكة جدا ومعقدة جدا ومحتاجة صبر ومحتاجة شريح شريح تعب يعني وإن شاء الله ربنا يعني وفقنا بأنه نشرح البنقدر عليه وكمان حاجة تانية بأنه في الحقيقة حتى المصطلحات يعني مصطلحات ما موجودة يعني المصطلحات ده معظم ثم من اختراع سايكلوجية الزول السوداني البحث الحقيبة جواه بمصطلحات كثيرة بحث المجتمع المدني جواه地方 منظمات المجتمع الهيكلية واللهيكلية على سبيل المثال لأنه داخل منظمات المجتمع المدني سوري داخل بحث المجتمع المدني في الحقيقة أنا أعتبر أنه الجبيلة العشيرة والطائفة يعني الطريقة الصوفية دي منظمات مجتمع مدني لأنه اي حاجة خارج الدولة ده مدني ما بتضر الحديثة بس منظمات حواللسان والمرأة والنواد وتجمعات المهنيين والموظفين والاتحادات الطلابية والناس اللي بيفتكروها كده بس لا ده خطأ لأنه مجتمعنا ما بيشبه الغربي في الحقيقة حصر المجتمع المدني في إنه المنظمات الحديثة ده محاكاة للغرب ومحاكاة خاطئة لأنك إيه إذن بتعمل كونفليكت داخل مجتمعك وما بتفهمه لأنه بتنفي بعض البعض وده جزء من الصراع طبعا السياسي وعدم الوعي برضو الاتنين مع بعض وبعد ذلك برضو كمان مصطلع علمانية بنية الغبيلة مثلا ده مصطلح طبعا يعني الاختراع يعني مني واليسار الطبيعي واليمين الطبيعي زي ما قلت وهكذا الآن نحن هنمشي نقول شنو تركيبة المجتمع الشعوبية الشعوب السوداني جبائل السودان وطواف السودان بالمناسبة عبر التاريخ مئات وآلاف السنين عايشة علمانية كاملة الدولة دي خليها سنجيها بعد شوية لكن المجتمع نفسه انه في الحقيقة لو تعاين في تاريخ السودان النيلي وتاريخ السودان الغربي يعني غرب السودان دارفور وكردفان تحية لأحلنا هناك وكل السودان مشيت الشرق مشيت الشمال انه شيخ القبيلة اللي هو ناظر دائما بيكون ناظر أو عمدة والتشكيلات والأسماء المختلفة المئم من يتسنم الغبيلة بأي وسيلة من الوسائل عبر التاريخ وحتى حازه اللحظة لا يجمع السلطتين الدنيوية والدينية لم يحدث ولا مرة انا ما الجيد ان حدث فهدي بتقول شنو دية يعني شنو حاجة شازة عن القاعدة لكن لا يحدث بعدين بتلقى في المغابل شنو انه في الحقيقة بتلقى الطريقة الصوفية متعايشة في سلام في اطار القبيلة بتلقى المسيد والخلوة قاعدين وناظر القبيلة قاعد وفرسان وفارسات القبيلة يعني اعضاء القبيلة قاعدين في سلام مع الطريقة الصوفية عن الدين قاعدين في سلام معه ما فيها مشاكل الناس بتجرى في الخلوة وتمشي تسلم على الشيخ وتتبرك فيه وتسلم لعي في يده لكن هناك بتمارس حاجاته التانية مفصولة تماما وعندها سيست مختلف في القبيلة لأن القبيلة كمان هي البنية الأقوى في تاريخ السودان كله وحتى هذه الله وأقوى من المدنية طبعا أقوى من المدنية المدنية حديثة ومهزوزة تكلمنا في الموضوع ذا زمان في الحلقات الفاتت وعندنا حلقة كاملة اسمها يعني شنو مدنية وشرحنا الشعار مدنيا البنادو بالشباب دا هو شنو ومآلاته شنو ومستقبله شنو في حلقة كاملة لمن شاء يعني ممكن يرجع لها أظن الحلقة الخامسة أو السادسة لا أذكر لكن الحلقات كلها موجودة وشكرا لدكتور أنور لأنه موجودة في صفحة ممار الباحثين السودانيين وبعضها على صفحتي وموجودة في اليوتيوب أيضا وده حاجة كويسة جدا من دكتور أنور شكرا له جدا بأن كل الناس الدارين يصلوا إلى حلقات سيكولوجية الزول السوداني ويطلوا عليه عندهم الفرصة ليفعلوا ذلك في أي وقت يعني أتيح لهم طيب أنا قلتها القبيلة دائما كلمة قبيلة دي يعني لأنه حملت بنغاتيفتي سلبية وده سبب الأساسي الأساسي رغم أنه هو الاستعمار في الحقيقة مش لأنه القبيلة سيئة القبيلة دي بنية من بنيات شعبنا تاريخية وموجودة عبر التاريخ يعني جسدنا دور أصلا ومخيالنا أصلا كان دائما قبيلة وعشيرة وكان شعوبية بشكل مستمر آلاف السنين وكمان قلنا الطرق السوفية الطرق السوفية دي برضو كمان لأن الناس الطرق السوفية دي برضو تم ابتزال لأنه برضو الاستعمار كان ضد الناس الحرروا السودان الغادوا السورة حرروا معهم شعوب السودان طبعا مؤكد ولكن هم غادوا سنام السورة في زمن الأتراك هم كانوا الطوايف الطرق السوفية لذلك الاستعمار التركي ضدهم وكان بيملك إعلام وتكنولوجيا أفضل ولما جاء الاستعمار الإنجليزي كان ضدهم لأنه هم الكتلوا أعظم ضابط إنجليزي وقتلوا طبعا ضباط آخرين والله طبعا غردون باشا بالتالي الاستعمار الإنجليزي جاء أصلا في المغامة الأول الهدف الأساسي بتاعه رغم وان هو تحييد الطرق الصوفية وتحييد شعوب السودان يعني عشائر وقبال السودان من الفعل السياسي عبر العنف الرصاص في المغامة الأول بنعرف المجزر بتاعة كاري وبنعرف المجزر بتاعة ودحبوب وبنعرف المجازر الحصلت في شرد السودان لشعوب السودان وطواف السودان وفي غرب السودان وشعوب السودان حتى الغتة الزاندي وجبال النوبة والنيل الأزرق طبعا بعدين بتركيز عنيف على النيل الأزرق بالمناسبة لأنه ده كانوا الملوك في زمن قبل العهد التركي بالمناسبة تم اضطهاد عنيف جدا للمنطقة بتاعت الفونج والانقسن لدرجة انه هما طلعوا الجبال كانوا عراع مرسع جدا تمالهم اضطهاد عنيف لأنه كانوا الخطر في الاستعمار الأول هما رقم واحد في حاجات لا يمنى انتبه لها بعد ذلك المهمة غافزة لأنه ده ما موضوعنا هس على التاريخ غافزة لما جوا الانقليز طبعا عن السبع كان التشويه الحصل لفهم قبيلة لأنه احنا ما فهم من القبيلة دي قلنا الشعب دي شعوب بس سودان دي شعوب مش قبائل لأنه كانت أصلا عندها دول الحواكير دي كانت دول عندها حدود وعندها علامة وعندها نشيدة الوطني عندها شعار وعندها وعندها مفاهيم وعندها أقلات المختلفة عن الشعوب الحولة وعندها رقيصة وعندها غناة وعندها سيستيما السياسي وعندها طريقتها في الحياة وعندها مجدها وعظمتها بنفسها حاجات عجيبة عجيب بإرس عظيم نحن لسا ما شفناه تحدثنا في حلغات سابق عن أشعار السودان والحكم العظيم الجوا لكن تم تشويها بشكل كامل شبح كامل من بالذات ديور الفترة بتاعت العهد الإنجليزي والقبيلة قلنا يعني الناس بيفترضوا بأنه القبيلة دي خلاص دي بنية منتهية وبنية يعني ما بتاعت ناس ما بنتمولها المتعلمين والقطاع بتاعة المثقفات ديور طائفة المثقفاتية وشرحنا المثقفات ذات المثقف داي الكلمة دي جات كيف كلمة دي تخلت كيف أصلا كان فندي لأنه كان بيشتغل في الدولة لما بيقى عاطلة ومعظمهم بيقوا ما بيشتغلوا في الدولة ما بتستوعبهم بيقى الجامعات بتخرج كمية من الناس ساكت ما زي العهد الإنجليزي يبقى الزول ما بيقدر يقول لنا فندي وليه كانت فخر فبيتحول إلى المثقف ودي طائفة المثقفاتية شرحناها أو المثقفين شرحناها في المرات السابقة طيب نحن هسي ده دفاع طبعا عنه والقبيلة ما هتنتهي يعني ما في زول يحلم أقول لكم كده يعني الحالمون ما في زول يحلم بين الطائفة والقبيلة هينتهي أول شي دي بنيات عمر آلاف السنين والآن فاعل فعلي شديد جدا في الساحة على جميع المستويات الأدبية والسغافية والفنية والاقتصادية والسياسية والحرب والسلام وبنشوف اتفاقات السلام اللي بتوقع دي مع قبائل وعشائر وبرضو كمان المدينة نفسها اللي البنيات الحديثة دي مثلا دي بنية حديثة مضادة بين إجابة الاستعمار الإنجليز طبعا مدنية نفسها أنا قلنا زمان ما تنسوا إنه المدنية ده قائمة عن المصانع الحديثة والتعليم الحديث والخدمة المدنية والسكة حديدة العملاء الإنجليز ومشروع الجدولة العملاء الإنجليز والترماء العملاء الإنجليز والبغط الرضاء العملاء الإنجليز وكلية الغرطون جامعة خطوم مع العمل الإنجليز ومحد المعلمين العالي العملوا الإنجليز سنة 1912 وبعد ذلك به جامعة المدرمان الإسلامية وبقت الرضا يقولنا قبل شوية دي كلها المشاريع الحديثة الاقتصادية والتعليمية والغضاء والأشكال الحديثة كلها للاختصاد تقولها الإنجليز وأنتجة البنية المدنية الحديثة اللي في تضاد مستمر مع شعوب السودان اللي برضو طبعا لازم تعيش وتنتج أدبه وفنه وتنتج أحزاب السياسية أو حركات المسلحة ودائما كانت الشعوب دي موجودة قبل المدنية في السودان وستظل لأن المدينة القبيلة والعشيرة وشعوب السودان قاعدت أغلمنا في سمع التكنولوجيا والحداثة وده ما حصل في السودان بسيطة من الناحي دي حصل في بلدان زي اليابان قلنا فيها قبائل بالمناسبة والإمارات والمنذك العربية السعودية حتى في الغرب نفسه بالمناسبة القبيلة ما انتهت بشكل نهاي العشيرة يعني قلنا الأسر المالكة دي عشائر وشركة المارسيديس مارسيديس دي بالمسلس عشيرة والهينيكان الهولندية عشيرة في عشائر بالمناسبة السيل لكن جاي مع البيزنس بس يعني التدخل في السياسة غير مباشر ده موضوع شرحناه المرات الفاتحة تقولنا الطائفة برضو يعني موجودة في القرب لكن بشكلها الحديث والطائفة برضو بتقدر تأغلم نفسها مع التكنولوجيا والحداثة برضو يعني البنيات دي حتظل قاعدة واصلا مشكلة مخيالنا بقدر كبير اكبر من المدنية طبعا بكتير يعني اصلا مخيالنا بتشكل في المغامة الأول شعوبية السودان وبعد ذاك نمر اثنين طرق صوفية غيب السودان لنقولنا ما تنسوا الغيب دك بعيد تاني اكرر هو غيب مش الغيب الصوفي الإسلامي أو المسيحي بس بل غيب الإله بعدمك والإله أمون قاعد في راسنا وانه نحن لغاية السعبية غني عغنية عريسنا ورد البحر وقطع جرائد النخلة عديلة وده غنية اصلا مترجمة من الماضي الى الحاضر متواصلة وقحت قطع الرحط وغير وفي أشكال كثيرة ان النيل كان معبود وبرمو فول بيت الأجمل بيت يعني عروس النيل ويتكون سعيدة مبتسمة أثناء مفترض تغرق تموت يعني في تلك المياه التي فاضت هذه الأيام يعني وهي بتفيد أصلا مرات وبتدمر البيوت وبتدمر الممتلكات وبتهدد رواح الناس بعض الناس أحيانا على النهر النيل على النيل الأزرق والأبيض ونهر النيل ولكن دائما النيل دائما فيه خير ودائما كان مبهر دائما هنة في الماضي من جميع الاتجاهات والتوجهات فهسي أنا بمشي ونختم بكده ادعانا بإنه المجتمع بنية المجتمع السوداني في الأساس علمانية المجتمع وأنا أسعى الشرطة لأنك تلقى دائما بشكل مستمر في الماضي وفي الحاضر بأنه بنية العشيرة والقبيلة منفصلة عن الطائفة ويعيشان في سلام سلام متكامل مفترض نحن على مستوى الدولة نعايل ليه ده برضه نعايل ليه ده برضه حتى قبل شوية كان في صديق عزيز جدا جدا وأنا يعني أعز واحترم دائما وبتكلم مع صدغاي دائما كتيرين جدا وبشاوروني في الحوارات دي هما كتيرين لكن ما دام جاء ذكر الشي بالشي يسكر فأنحيي صديقي دكتور منعي مختار كان بتكلم معاي على هامش الإعلان العملناه عن الموضوع ده عن إنه في الحقيقة حتى الأحزاب السياسية السياسية الكبيرة لما بدت كانت هي نفسها يعني السياسي كان مفصول عن الطائف والطائفة طبعا ذات أبنى هي في المجتمع ذات بنية تعيش العلمانية مع القبيلة لكن حتى لما شكلت الأحزاب الحديثة يعني في بداية العشرينات كان على سبيل المثال الإمام عبد الرحمن المهدي هو ما رئيس الحجي وعلي الميرغني هو ما رئيس الحجي بيحصل لقدام لأن المدنية كلما اتطورت فيه أيدلويات بتجبر إنه بعدين الطائفة برضو أحيانا كثيرة في المدينة بتتراجع أمام المدنية فبيبقى دائما إنه الإمام عبد الرحمن المهدي وكان بعيد وصديق المهدي برضو كان برضو بعيد من كان هو يعني بيغود الطائفة ولا يغود الحزب وتحدثنا عنه يعني مثلا في زمن عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن المهدي كان بيغود الحزب هو إبراهيم خليل به وبعد ذلك جاء المحجوب ولكن التحولات محددة حصلت في المدينة لأن الحزب والكيان ذاته كيان الأنصار بيقى بعيش في المدينة فبالتالي حصلت تحولات وهنا لا ندين ولا نجيب ولا نغيم ولا بنقول ده صح ولا غلط لكن حصل بعد ذلك في لحظة ما كان في اضطرار لأنه القائد الطائفة يغود الحزب نفسه ودي طبعا دي قصة بتخص التحولات التاريخية الحصلت ودائرة طبعا تحريات ونستجيشن غير سياسية وغير انفعالية وغير المنافسات البليدة اللي حصلت صراعات البليدة دي حصلت اصلا ما جايه مع العلمي ولا جايه مع الوعي الحقيقي ده مفترض نحن ما التشنجة زي ده ما صند المنافسات السياسية التي جايه معها لا شنو على المنافسة على السلطة والسروة والمنافسة العضوية في الإطار الضيق بتاع المدن بين الأحزاب بالجات الجديدة الجاتة الأجلويات الجديدة الإسلامية والاشتراقية ده أصلا ما كان موجود في تاريخ السودان إنما دي جات جديدة بعد الاقتصاد قلنا التحول الاقتصادي الكبير والمناشط الاقتصادية الحديثة العملوها الإنجليز أو نتجت عن العهد الإنجليزي بعد ذلك جات الكيانات الاشتراكية وجات الكيانات اليمينية والسلفية الكيانات اليمينية يعني بها مثلا على سبيل المثال نقول بوضوح حركات الإخوان المسلمين المختلفة وحركات السلفية نفسها دي حركات ما كانت موجودة في الماضي والحركات الاشتراكية والعروبية طبعا مؤكد ما كانت موجودة في الماضي دي حركات جات وطبعا برضو هنا دواغع يعني نحن نتعامل معا واسموش برضو بنقول إنه والله ده حركات إذن هي حديثة فهي هناك فيها علا ولكن جميع طبعا الكيانات فيها علل وطبعا برضو الكيانات الحديثة دي فيها علل تنشي الله نوصا ضد شعوب السودان ونبنت على الاقتصاد حديثة استعماري فبالتالي عندها صراع رهيب مع شعوب وطوايف السودان صراع عنيف عنيف يصل مش التصفيات يعني المعنوية بل التصفيات الجسدية بمرات كثيرة جدا كثيرة إنه البنيات الجاد دخيلة حديثة واستولت على الدولة مرات أو استولت على الإعلام والمناظر يعني المتحدث بها والمناظر الثقافية أساءت إساءة بالغة للوعي بإرس شعوب السودان السياسي والثقافي والاقتصادي برضو حتى الأكلات مش جوبة والنظمة اللي عايش مش جوبة يقول لك دي لها العوض يعني دي لها يعني وشجبي للطوايف وشجبي للريف يعني حاجات استيدي يعني إحنا ما بنجدر نتحدث عنها بالتفصيل واستيدي طبعا أنا بديت كأنه أنا بوانسكم وانسه أتمنى تصبروا عليه بعد ذاك في الحقيقة أنا بقول شنو حتى الموت الموت نفسه عنده شعوب السودان علماني شفت كيف الكلام العجيب ده أيوة لأنه المغابر بتكون حاجة العشيرة المحددة أو الجبيلة المحددة أي زول بتفن في مغابره براه إلا الناس لما اضطرت في المدن الكبيرة ما في مساحات تدفن في حمد النيل وحمد شرف لكن لما تمشي الغرى البعيدة أو تمشي المدن عندها مساحات أي قبيلة أو عشيرة أو جماعة بتدفن في مغابره أو تعمل اتحاد مع عشائر أخر شوف تاني هنا اللي بيحصل شنو لكن إنه البنية بيسموها البنية الزول اللي بيكون خاتين يعني هو ما بتفن جنبه هو بيكون دايما الشيخ الخلوة مش الشيخ لاحظ معاي مهم حاجة جدا مهمة جدا جدا هو بيكون استاذ الخلوة في الغرى دايما كده الشيخ بتفنه في الجب داخل مكانه ذاته في المسيد شفت القصة دي كيف وإلا لما تكون مثلا الجب بره ممكن الناس يتفنوا فيها لكن في معظم الأحوال لو تلاحظون الجب بجوة الغرى وجوة المدن وإنه الجب دايما بيحصل فيها شنو إنه بيكون مدفون جواها الشيخة الكبيرة الشيخة الأصل الصوفي يعني الروحانية نفسها ما بيتفنوا حول الناس لا بيتفنوا حول الزولة الأستاذ المعلم أو بيتفنوا في حتة كده برعهم بدون أستاذ بدون معلم لكن دايما الزول المدرس للغرآن هم ما بيمشوا بيتفنوا معاهم لكن هناك شوفها الفصلة المهم دا كيف لكن الروحانية الأساسية بتكون قاعدة وين الروحانية الأساسية قاعدة في القبة الإهرام الجديد وده برضو في الماضي كان بيحصل كده الإهرامات الحاصلة في السودان دي ما طبعا القبة مثال جديد لها هي نفس الشكل بالمناسبة ديك برضو كانوا بيتفنوا فيها الروحانين العصر ذاك لأنه كان الوقت ذاك الملك والروحاني الدين ما كان في معظم الأحوال ما كان مفصول عن الدولة عن الدولة في الماضي السحيق ما عاد في عهد الملك العظيم أركماني وإنه أركماني في لحظة تاريخية محددة عمل تحول بخلق الإله أبادمك في تحول جديد في مخيال المذهب الغيبي في السودان من الإله مآمون إلى الإله أبادمك إله الحرق راس الأسد طمعت الملك أركماني في حدود العام 350 قبل الميلاد وبعد ذاك برضو طبعا في تحولات حصلت جديدة بأنه برضو في الحقيقة بشكل مستمر ممكن الملك يكون هو يعني عنده السلطة الروحية والسلطة الدنيوية زي الممالكة المسيحية برضو عاشت عهدي في السودان في نوباتيا وفي علوة وفي شنو في المقرة وعلوة هي طبعا عاصمة السوبة إنه عاشت عهود بتاعة جمعة السلطتين مع بعض لكن إذا بنتحدث تحديدا عن المجتمع السوداني المجتمع السوداني مش الدولة عموما حتى هذه اللحظة إنه المجتمع السوداني بعيش بعيش في علمانيا بعيش هو نفسه في علمانيا وما في كونفلكت بين الروح بين الروحانيات وبين الدين والمزاهب الدينية والقبيلة ليه؟ وفي سبب أساسي جدا وخطير جدا ومهيم جدا لأنه في الحقيقة إذن الجبيلة كبنية مسيطرة على الاختصادي وعلى الاجتماعي وعلى الثقافي في اللحظة دي هي بتهتز لأنه أعضاء هيأكلوا بعض زي السمك زي الجنسة الواحد يأكل نفسه بالتالي بتموت يبقى في التالي الفهم ده فهم جائم على وعيه حقيقي أصيل وفطري ونبيل وطبيعي بأنه كل أعضاء الجبيلة بغض النظر عن انتماءاتهم المزهبية والدينية والفكرية والسياسية هم يستطيعوا أن يعيشوا في سلام في أطار الجبيلة وداك هناك الحتة اللي بمارسوا فيها الدين اسمها المسيد وحتة زادرة تتعلم اسمها الخلوة لكن إنت بعد تجين إن أنت بتمارس معانا الحياة بفهم منفصل عندك تجين تعيش وتقعد مع القبيلة تقوم وتقعد وتحارب وتعمل السلم في التاريخ وفي الحاضر بدون أن تحشر انتمائك الروحاني في النظام العشائري أو النظام الشعوبي هذا ما يحدث يعني بالضبط وبالتالي أنا من هنا سميت 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 الجبيلة أو الشعوبية سميت اليسار الطبيعي وسميت الطائفة اليمين الطبيعي وإن اليسار الطبيعي متعايش مع اليمين الطبيعي ليعيشوا مفصولين مع بعض في علمانيا واضحة وغير ما فيه يذكر على وجه الإطلاق ما فيه في التاريخ أنا ما لجيت إنه في الشيخ طريقة أو الشيخ طايفة عاش في صراع مع قبيلة من القبائل أو جاب جيش حارب قبيلة من القبائل ما فيه عمل جيش وحارب قبيلة من القبائل لما نجي للصراع الدار في السورة المهدية السوري الدولة المهدية ده كان صراع آخر كان بين شعوب السودان نفسها ما كان فيه وصراع طائفي ولكن فيه وصراع ديني لم يحدث يعني وضم موضوع آخر في الخطام في حاجة مهمة جدا حتى كمانش إنه مثلاً تاني ذكرى يعني حتى الليبيس يعني إنه كان كان فيه تسامح بالكامل ويعني كان الدين متسامح مع المجتمع لذلك كان فيه اتساق اجتماعي حتى أذكر بأنه جدتي مرة حكت لي مدام جي الليبيس وحكينا قبيل قصة جندرية قالت لي زي هي كانت طفلة الوقت داك أو كانت صادية في حدود العام مثلاً نقول 1912 كان 1910 في حدود العام دا أو ممكن قبله بسنة سنتين قالت لي طلعت موضة إنه نحنا كنا بنجد الحاج اسمه جابون وهو من الجلد بنجده في الورق أو خلف الورق يعني بنعمل سغب فيه دي موضة كده يعني والموضة دي بتمشي بها شنو الأعراس وبتمشي تحت ضربها لعيات في المسيح شفت كيف يعني دي بس ملمح من الملامح إنه بعد ذاك لما جات المدنية جابت معاها التيارات الحديثة اللي هي معظمة متأثرة بالمادة السلفي بيقى إنهم هم دايرين يحولوا المجتمع من جديد شنو شان يكسبوا سياسياً برضو لأنه دي ناس الريف وناس الطائفة الطرق السوفية من هم عندهم أحزاب وعندهم تيارات وعندهم مكتفين بنفسهم وعندهم سغافتهم وغانيهم وحجاوهم وصاطيرهم ولما يجي برلمان أو حقوم وما بدفعوا لك التشتراكات كأحزاب جديدة اشتراكية أو سلفية أو يولينية إخوانية إنما هم بيوا البرلمان نفسهم بقبائل وعشائر وطوايف لذلك حصل اعتداء إنه التيارات الحديثة دي متلكت أموال من الخارج امتلكت الإعلام وامتلكت كوادر مدربة في الجامعات ومدربة برضو من برة فجوعة خاضوا صراع عنيف جدا مع قبائل وشعوب وطوايف السودان ومع اليسار الطبيعي واليمين الطبيعي وهم من بسمهم اليسار الاصطناعي واليمين الاصطناعي بالزبط كده إنهم خاضوا صراع عنيف جدا جدا وما كان في وعي ما كان في وعي متكامل وما كان في رؤية يعني تستطيع أن تعمل صيق للعيش السلمي المسترك وتستوعب يعني التنوع الشعوبي والتنوع القيبي والروحاني في السودان وكمان شنو تكون في انسجام مع المدنية الحديثة ده اللي غادة سنة ما قد بنا نعمله لذلك الصراع مركب وعمق جدا في السودان يعني الصراع ده دائر حقيقة نحن ننتبه بأنه الحلول بتاعته ووضع رؤية استراتيجية يعني لصيقة للعيش السلمي المشترك في السودان أنا بفتكر إن لم تراعي النقاط اللي احنا بنقول فيها دي كل وتشوف تركيبة المتمع السوداني ما بنقدر نعمل نهضة وحضارة حقيقية لا نستطيع في الختام حاجة قبل ما أمشي وآسف إن طولت عليكم للناس اللي كانوا متابعين أنا عملت تحليل لقصيدة بنونة ماه الفافانوس ماه الغريد البوس دي دي بتصهر فيها علمانية بنية القبيلة يعني في وسيقة إنه أول شي القصيدة دي ما فيها جهاد ما فيها بعد ذاك بتتحدث عن شنو ماه الفافانوس ماه الغريد البوس حي على سيف البحدة الروس وهي بتحكي عن شغيغة اللي مات موت طبيعي ولكن هي ما عايزاه يموت كان موت طبيعي حقول لكم الحدي ريليتيد لعلمانية القبيلة كيف بإنه ده واحد من الأمثل يعني قصائد كثير جدا ولكن قصيدة بنونة لأنه نحن قلنا فيها حتة مهمة جدا اللي هي حدثنا عنها في الماضي بأنه فيها مشهد صورة شعرية باهرة جدا واللي هي ماه الفافانوس ماه الغريد البوس حي على سيف البحدة الروس ما دا يرى لك الميت نخفز ما دا يرى لك الميت امترابا شح دا يراك يملك باديميكة تتوشح الميت مسولب والعجاج يفتح دا مشهد عظيم جدا بغض النظر عن اختلافنا يعني معاه أو اتفاقنا معاه دا ما موضوع نحن نحكي عن الصورة الشعرية والغناعة الشعرية وفي الحقيقة انه في القصيدة دي في استئناف للقبائل والاحياء ما العموات انه هم ايها الناس ايها شعوب السودان هذا الفارس الذي مات في سريره انا ما رضيانا انا كبانونة ما رضيانا انكم انتو تعتبروه ميت طبيعي لانه كان فارس انا دار تضم الى غائمة الشهداء لكن ما الشهداء بالمعنى الديني ما شهداء بالمعنى الدنيوي انه دا فارس كيف كان عظيم ومقنع بناد جعل العزاز من جم مقنع دي مش معناة التوب بالليم لا مكفيهم وبقدر يعني يدفع عنهم الضرر وبقدر يعني برضو كمان شنو طبعا دي المبالغة الشعرية وبقدر كمان يعمل حاجة خطيرة ومهمة جدا بقدر كمان شنو هو لانه كريم ولانه امكانياته كبيرة بقدر كمان يغنيه معنا السؤال مقنع بناد جعل العزاز من جم دا المعنى بتاعه يعني ما ما عنده علاقة بالمعنى الحرفي الذي يمكن ان يطرعه وانه في الحقيقة الاستيناف دا كان انه بس يعني ليه لانه في الحقيقة الفارس لما يستشهد في المعركة بيضيف بيضيف سهم الى جعبة القبيلة بيضيف سهم بانه في الحقيقة بيضيف الى قيم القبيلة انه هلاك فارس بالتالي القبيلة بتكون اكثر عزا وشرفا ومعاني في الدنيا هس ما في وحي لا يموت هس في القيم بتاع القبيلة بالتالي هو بيضيف الى نسله وابناه وبناته ويضيف الى العشرة طبعا الجصة ممكن تكون كثيرة ومعقدة جدا وممكن لقدامنا تحدث بشكل افضل وانا هس تقريبا كده لم يكن هناك سؤال محدد بنتهي وانه نحن كل هدفنا في الوقت الحاضر انه نحن نعمل حاجة مهمة انه نحن نجرى بنيات مجتمعنا ونجرى حالتنا لانه ما بتشبه حوالي الشعوب الاخرى ولا بتشبه القرب ولا انه الديمغراطية مفترض انه لازم تكون الديمغراطية تويس مينيستر او ديمغراطية محددة نستطيع نحن ان نتبنى نصها محددة من ديمغراطية ديمغراطية عادلة وديمغراطية شفافة وديمغراطية حقيقية فعلا تشبه شعبنا وتشبه بنياته ونستطيع ايضا نعمل وعي بيناتنا قائم على الوعي ببنيات مجتمعنا وبتاريخنا وبلحظتنا التاريخية وبثقافاتنا ثقافات شعوبة السودان اللي هي فاعلة وموجودة وحاضر وشعوبة السودان الرافع السلاح والسلمية والرافع الشعر والادى بل هو قلنا في المرات الفاتح انه يتم اغصاوه ويتم اضطهاده ويتم استعباده بوصفه انه هو شعر غبلي او شعر صوفي او شعر طائفي او ادب او فن وبالتالي ايضا بتم نفي السياسي ونفي الاقتصادي وبأوداء جزء من دائرة التخلف والصراع الحاصل بين شعوب السودان مرات كثيرة يكون ما مرئي لانه يتجل في اشكال بيري صفوستيكيت لكن في النهاية هو صراع مدمر جدا جدا واذا نحن من السرد والكلام الكثير دائرين في المستقبل يعني شنو نخلد او نذهب الى صيقة حكيمة للعيشة السلمي المشترك بين شعوب السودان وبين بنيات السودان الشعوبية والروحانية والمدنية الحديث وانا على كده انتهيت وعشان نقدر نمرق الى بر النهضة والحضارة وتحية ومحبة لكم اكيد شكرا دكتور انوار شكرا جزيلا السادس محمد جمال التين صراحة السرد رائع جدا فيه اشارات روح انا يا دوب كده وقعت لي القصة بتاعت انه اليسار الطبيعي واليمين الطبيعي واليسار المصطنع واليمين المصطنع في الحالة بتاعتنا السودانية ده صراحة قمة الزكاة يعني انا شخصية نسي وقعت لي تماما في انو والله اخدت عندك يسار اصلا موجود عندك في جنيات كده السودانية قمت ما شجبت لك او جاء يعني مع الاقتصاد الحديث العمل الانجليز جابوا جاءت اشكال بتاعت حزاب وكده وبتاع في قبل كان سؤال والله ظريف طارق واحد من الشباب زندية البطل كان معان المرفض في انو فكريا ما هو الفرق بين الناصري والبعسي وهو فكريا مناصم في فرق بيناتهم يعني اسئلة كل جميلة جدا جدا بتورينا نحنا يعني قاعدين بينصارح في نفسنا فعلا وما قادرين نصل لصيغة بتاعت عيش سلم مشترك انا شفت كمية بتاعت ردود فعال على اتفاق السلام التمت في يوبا وكان فيها نوع بتاعت عالي من بعض الناس اللي هما بيكون محسوبين في الوسط والشمال انو والله يا اخي ها الديناكم دا والديناكم دا ويتا أصلا ما عندك شي انت ما بتملك السودان انت يوز منه بطريقة ما يعني بسرقة بتاعت سلطة ولا تحالف مع الجيش ولا كده المهم وزلطة للسلطة فما تفتكر نفسك انك التل بتملك عشان تدي الناس التانين دا الناس التانين عندهم حق أصيل في ما يخص البلد وشؤون والآخر طيب السؤال بتاعي مرتبط بموضوع الجسدانية تحديدا المرأة انحنا عندنا في السودان اي واحد فينا اللي تربى بره الخواجة الامريكي المعاري الشنوية الاخرية السودانية من وصول المعنية الاخرية كل الناس دا عندهم مشكلة كبيرة يا جسد المرأة يعني شفنا نحنا هجرات بسبب الاقتصاد ولا السياسة ولا التمع ولا كده الى الغرب لكن الاسر دي بمجرد ما بناتها يصلوا لمرحلة المراهقة بيكون طوال يفكروا انه يراجعين الشرق يا السوداني يا الخليج يا كده تمام وتحديدا البنات تحديدا البنات تمام فالسي ذي لما يكون في اي موضوع عن الخليج يقول لك والله يا اخي سوداني مثلا سرق ولا سوداني عمل ولا بتاع ما بتلقى في سخب زي ما يقول لك مثلا في بنات منحلات سودانيات في دبي دي بتسير في الناس جوطة شديدة جدا جدا تكروا انه والله اخي اتلمسوا جواهم فالحيطة ذي دايرين فيها تركيز اكتر عشان نفهم انه والله اخي اتت هبشت هبشت اسفين والله البيت قرصوا من وريك لأنه الجسيم هذا ما حق و دي حاجة موجودة متوارسة فالحاجة دايرين فيها اندبس اكتر اساسين انه نفهم السيجندريات والبنات انا بشوفهم ان الصغار دير في تويتر وكده وفي نوع كده بتاع الصرخات خارجه تماما عن الاطار العام يعني جدا اتت اتت على نفس انه يعيش غريب في مجتمع دا كلام دا كلام ممتاز جدا وبعددك طبعا كلام فو كلام كتير ولازم نحن نختصر ونتمنى نكون الاختصار غير مخل لانو احنا قريد طولنا على الناس المتابعين معانا والانووي التسجيل بيبقى لمنشاء ان شاء الله في المستقبل اما طبعا قصة المرأة دي قصة معقدة جدا ان احنا ممكن نفرد لها حلقة خاصة احنا عملنا طبعا نقلنا الحلقة السابعة عن التمثيل بتاع النساء في هياكل الدولة والحكومة في المرات السابقة وقلنا اي تمثيل يتم بالتعيين لتمثيل شكلي لمفترض انها مجرد مشاركة حديقة او رمزية انو التمثيل الحديقي بتم بواسطة بواسطة بنيات المجتمع نفسها الشعوبية والروحانية والمدنية الحديثة انو من القاع انو المرأة نفسها تنهض بنفسها وتأسس يعني تأسس شراكة حقيقية مع الرجل لانو ما في انتصال في الحديقة القصة ده طبعا باختصار اشانا امشي اقول ليك ازمة ازمة المرأة معقدة اكتر مما تطراء وقضايا الجندر انا بفتكر انو هي ذات حساسية اكتر مما يطرح يعني اقولها بصراحة اكتر مما يطرحها الجندريون والجندريات القصة معقدة جدا لانو عندها علاقة بمخيال المجتمع ده علاقة بمخيال المجتمع انو نحن في الحقيقة قبل شوية نقلت مجتمعنا في الاساس يشكل المخيال الشعوبي وبعد ذاك يشكل المخيال الروحاني الصوفي الغيبي اللي قلنا دائما الغيب ده يزور ابعد من ما نصور نحن قاعد جاعد دوان ما برا وبعد ذاك حتى البنية المدنية الحديثة والذي حديثة ومهزوزة وضعيفة غيامة ضعيفة في خواطرنا وده اللي بيعمل الربكة بانه في ناس بيناد ويقول كلانا عندهم المنابر والمكرافونات وصابورت باي منظمات وحركات يعني من شتى أنحاء العالم لأن العالم هناك مخياله مختلف جدا مية في المية بالتالي هو لما تجي تخبر بانه هناك أشياء خطيرة تحدث للمرأة في الحقيقة الأشياء دي أصلا عمر آلاف السنين ما بنقول أنه فيها أشياء قويسة أشياء دي معنات أنه بس هي لازم تستمر لا في سلبيات في المجتمعات الشعوبية دي والروحانية طبعا لكن في الحقيقة أنه لا في جماليات وأنه المرأة في الحقيقة فعلا عندها حقوم أفضل من الأشكال الحديثة اللي جابوها الاشتراكين والسلفيين والإخوانيين واليمينين بأشكالهم واجابوها اللي براج برضو ما ننسى يعني برضو فيها سلبيات كثيرة جدا أول شي متناقضة مع مخيال المجتمع إنت متناقض مع مخيال المجتمع ما نتناقضتها معه إلا متنسجن معه وتتفاهم معه وتتسغ معه وتفهم لحظتك التاريخية نحن ما دام في مقام العلم والعلم المفترض المرضي تكون عارب بالزبط المساحة والمسافة التي تتحرك فيها بينك وبين الطرف الآخر وبينك وبين مخيالك إتا ذاته والرؤاك لأنه مرات كثيرة جدا الجندرين والجندريات نفسهم عندهم جاب في رأسهم يعني زول بيكون جندري هو ذاته لكن في الحقيقة فجأة جواه وحش ذكوري محترم وهو ذاته بهين الجندرية اللي معه بيحتغره بيفتكير كده كده وما بيحترم كفاية وما بيقدر يعمل معه أسرة في انسيام في الحالات المتطرفة طبعا بنحكي فالجصة عندها علاقة بالمخيال بتاع المجتمع وبينه نحن لازم نفهم لحظتنا التاريخية وينه نقول نحن الغيم بتاعاتنا اللي اتحدثنا عنها في الحلقات الفاتحة الصعب نعيد هل بالشكل مخيال الغيم دي فيها إيجابيات وجماليات وفيها سلبيات غيم الشعوبية وغيم الروحان وغيم المدنية اللي بنفس الغدر عندهم إيجابيات وعندهم سلبيات وبالتالي اللي بيحصل فإنه الزول اللي هو بيسوق بناته من أوروبا باعتبار أنه يعني ما دا يربطه يعني تخرج من المخيال هو في الحقيقة المخيال بتاعه في الحقيقة هو ذاته ما جابه وولده لكنه عنده مخيال محدد المخيال دا عنده علاقة بين نظم ومفاهيم قاعدة في عرض الواقع وبالتالي هو بيفهم بأنه بدته حظها في الحياة وحظها في إنه ذاته تعمل لقدام يعني أسرة أو تعيش حياة كويسة بيكون ضئيل وإنه هو صمارح البيع وتعب وسافر أنا قاعد بشوف حاجات زي دي أنا عايش في هولندا وبحترم جدا الناس الزي دير وبتناقش معاهم ولكن في نفس اللحظة الناس اللي بيستطيعوا هم يتوائموا مع سغافة جديدة وفهم وعي جديد دويت تمشي طوال تعمل كده ولكن نحن لازم نفهم بأن الحضارة الغربية نفسها بغيامة الديمقراطية وغيامها في الحرية لنا جميعا الأفراد اللي بيعيشوا في أوروبا نحن في الحقيقة ما دي 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 غيام الناز ضحت وكبت دم عشانا وبقى جزوا من وعيهم نحن بنجينا ما جزوا من وعينا في الحقيقة ويأبيوز نحن ويأبيوز دي بالعربي في اللحظة دي لازم ألقاء بالزبط إنه نحن في الحقيقة نسيء استخدام نسيء استقلال نسيء استخدام ونبتزل الغيام بنفسها لأنه في الحقيقة هي ماجزوا من وعينا وما منعرف نتصرف معها كويت زي زول يعني كده جاي من الخلا يدو يعني شنو يعني مكة متطورة جدا أو طيار صغير يقول يارك بطير ما بطير لكن إذا طار بيقعد كسر يكسر خشمه إذا حاول ما لم يدرب نفسه ويفهم بأنه البطاعة دي وما كان عنده تاريخ معها الآلة دي وأنه بالتالي بالزبط هي كده عشان كده أنا ملاحظ حاجة خطيرة جدا وكتبت عنها قبل ده يعني إنه هنا النساء لما يجوا أوروبا طبعا مؤكد كله وما الرجال بيسيقوا استخدام الحريات والنساء برضو لأنه بعد ذا كي بتفهم عندها حقوق فهموها بأنه هي جات والرجل قعت سبعة سنوات شغال عشان يجيبها حبيبته بيقوموا فهموها هنا طبعا لازم هو الشي رغم واحد طبعا هنا الكلب أول يعني حق الكلب رغم سور المرأ حق رغم واحد يعني عندها حقوق رغم واحد وبعد ذاك تقاني الكلب واخر الشي الراجل رغم ثلاثة يعني بس هو كورك كده يتطوى لجيبها للبوليس يمسكوا البوليس يكلبشوا وكمان البوليس بيعزبوا عذاب شديد لأنه طبعا دي المرأة هنا يعني عندها الحضارة دي عملت هالحاجة دي سيستم معمول عشان لكن هو الكورك ده جزء من المخيار وده جزء طبيعي جزء زول كده يعني محتاج زمن عشان هو يغير الحاجات دي يعني قصة معقدة جدا عشان يطلقوا وفي طلاقات كثيرة جدا وفي صراعات كثيرة جدا ومرة واحدة كده يعني نهم قول ليك مثلا طلقت راجيل المرأة بكل أسباب يعني أول رجل برضه بس يعني وين هو المرأة الرجل برضه مرأة كثيرة جدا أبيوزن الحريات دي ويمشي يعني يعني يعمل حاجات خارج فهمه خارج وعيه ما كان أصلا هم ممثلوا بالتالي بيحصل كونفلكت وصراعات كثيرة جدا لأنه الحريات دي ما هي صنعت دي وصنعت دي وصنعت واصبحت وعي اجتماعي الغربية دي إنه ما جزوا منا يا أستاذ إنته ما جزوا منا أصلا ما عملت ما مارست ما ربك على ما جزوا من مخيالك إذن قونا بيوزي قونا ديفينتلي يعني شنو تبتزيله وديفينتلي تسي فهمه وديفينتلي في النتيجة حتكون مكوي حقيقة أنا مادر أضرب أمسي لكثيرة وشي كنت دار أضرب أمسي لكن ما في داعي في خاطر أمسي لكثيرة جدا ولا أحس الحاجة دي طبعا معقدة جدا وإن نبري لها حلقة يعني تكون كده القصة دي بتاعت جدا 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 أنا أفتكر إنه الليلة كفانة يعني يعني كفانة وسعادة بيك والله العظيم دكتور أنور دايما صبور معنا وأنا سعيد جدا بالإنسياتي بتاعت الباحثين السودانين يعني بيقدم خدمات كويسة للناس ولي مش الأكاديمين بس لجميع الناس يعني وبيحاول يبحث في يعني مخيال المجتمع وفي السياسي والاختصادي والجميع جوانب الحياة والثقافي وأنه نحن نفتقد مبادرات زي دي لأن المبادرات دي مفترض هي في الحقيقة مبادرات عملية جدا في ناس بيفترضوا بأنه دا كلام بتاع انتليجنسيا أو دا كلام بتاع أكاديمين أو مسقفاتي الكلام دا ما صحيح ما نحن ليه عندنا أزمة ليه عندنا أزمة سياسية وازمة اقتصادي وما قادرين نعيش بلدنا دي فيها موارد كتير الفهمية الناس كلهم بقول ليه بالحجة لأنه ما عندنا وعي علمي بمجتمعنا وعي علمي جماعي بمجتمعنا ولا وعي علمي موضوعي بالبيئة الطبيعية المحيطة إذا ما عندك دا يبقى بيحصل حاجة مهمة جدا ما بتقدر تعمل صيغة للعيش السلم المشترك بتعمل في النهاية حربي واحتراب ما بتقدر تستسمر الموارد الموجودة في المجال بتاعك وإذا بتعيش هذه الحياة المزربل هذه الحياة الصعبة المعقدة اللي نحن ما بنتمنىها لصليح ولا لش شعب جمين زي شعبنا تلك هي الغضية وشكرا لك دكتور أنور وشكرا لكل الحضور شكرا جزيلا ديكالعافية